بديبلوماسية مسى الخير هكذا صار التوجه نحو رفع الدعم أمرا واقعا وهكذا استطاعت الجهات المعنية تمرير المر بما هو أمر إذلال الناس وتعريض حياتهم للخطر يكرس القبول ويسهل المهمة وعلى أن رفع الدعم الجزئي عن المحروقات هو أحد سياقات هذا المرور ينتظر اللبنانيون مسألة مصير إقرار العمل بالبطاقة التمويلية من عدمه في الجلسة التشريعية بالساعات المقبلة على أن يدخل لبنان ما بعد اتفاق الطائف رسميا مرحلة جديدة من الخيارات الاقتصادية القاسية يبدو أن كل شيء في طريقه إليها قبل الوصول إلى شروط المجتمع الدولي للتعاطي مع أزمته وتأمين مؤتمرات إنقاذية أو بالحد الأدنى تعامل مؤمن مع البنك الدولي وبين هذا وذاك أسئلة مباشرة حول تصاعد منسوب الأزمة وحول نسبة العبث السياسي بالأزمة وتقاطع الاختناق الذي يعيشه اللبنانيون مع طاولات مفاوضات كبرى تجعل من الملف اللبناني ورقة ربح وخسارة لنفوذ دول تعد النقاط تكامر فيها وتغامر على حساب شعوب المنطقة إلى أن يدرج الملف اللبناني كأولوية على نطاق البحث وحول هذا البحث برزت مؤشرات تدل على إعادة أحياء زخم التنسيق بين الإدارة الأمريكية الجديدة والأليزي ففرنسا التي كانت بانتظار تفويد أمريكي مباشر بالورقة اللبنانية تبدو كأنها بطريقها إلى تثبيت ما دمرته إدارة ترامب من طبيعة العلاقة بينها وبين واشنطن مستفيدة على ما يبدو من حنين يحفظه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين لفرنسا التي عاش وتربى فيها منذ الطفولة وبلينكين الملم بالشؤون الفرنسية والذي أرخى مروحة علاقات أوروبية واسعة والمحبب لدى الفرنسيين يبدو أنه على موعد مع اهتمام مباشر بالملف اللبناني بعد رسائل الدعم التي أطلقها مع نظيره الفرنسي جانئيف لودغيان حيال ضرورة حل الأزمة اللبنانية وبين العقوبات الأوروبية وفرضياتها والتسويات والخوف الأمني لا حكومة ولا أفاق واضحة لمخارج ترتقي لمستوى الوجع بدبلوماسية هذه الليلة مع عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام والباحث السياسي دكتور حبيب فياض كما سنكون بخلال الحلقة مع مداخلة من العاصمة الفرنسية مع الخبير بالشؤون الأوروبية تمام نور الدين أهلا وسهلا طيوفنا أهلا وسهلا سعادتك يعني خلينا نبلش مع تكتل لبنان القوي شاغل الدنيا تقبلت؟ يعني هذه مش تهمي نحنا بنشوف حالنا أنه نحنا عم نجرب نشتغل قدمة فينا حتى نقدر ما احنا وعطول من قول لحالنا ما منقدر نعمل شيء نحنا جزء مكون من الحلقة السياسية بالبلد واليوم المرحلة يعني أنا شفت بمقدمتك اللي لخصت فيها أوجاع الناس والهموم والناس المهتمة فينا أنا اللي بدي اللي كياسة روزانا لو بجتمعت كل دول العالم بدها تساعدنا إذا ما نحنا أخذنا قرار لحد هلأ ما فيه قرار إذا ما أخذنا قرار أنه نحنا عجد بدنا نساعد حالنا وإذا نحنا ما أخذنا قرار بدي قول كل ياتنا ونحنا أنه بدنا نطلع من هذا النفق المزلم ونحنا بدي يكون في عنا ومقتنعين أنه هذا البلد بحاجة إلى إصلاح سياسي وصناعي ووزيرائي وإصلاح على صعيد الإدارات العامية اليوم من اللي ما أخذ القرار؟ كل الطبقة الموجودة اليوم ما أخذ القرار مننا أنتو؟ لا اليوم نحنا أنا بدي أقول أنا ما فيني اليوم قوم بالسلطة وعطول حمي للاتهيمات لليه أنا بما أنه جزء من هذه الصلقة على قدر مشاركتي بدي أتحمل أنا المسؤولي بس أنا اللي بدي أقوله أنه اليوم لو جبنا مين ما جبنا وزراء اختصاصيين ولو مين ما جبنا على الحكومة اليوم الوزير بيضل بالتركيبة وبالحياة العملية بالوزارة وبالحكومة اليوم الوزير ما بيقدر يعمل العجيب إذا ما كان فيه أرار من الطبقة الحاكمة كلها سوا أنه بترفع الغطاء عن كل موظف إذا ما بينا نقول فاسد ما بيشتغل شغله مظبوط وكل ما قربنا على موظف بدأت قوم لأيامي ونجي نحاميه من وراء الطائفي ومن وراء الحزب ومن وراء الجهة السياسية ما رح نبلي بلد نحن اليوم بس نجي نقول أنه ما حدا يعني اليوم بالمرحلة اللي سابحة ولا نشتغل وكننا نقول أنه ما خلونا مش بالمعنى للكلمي أنه ما خلونا لأنه هذه الحياة اللي ريكبي بلبنان كل العالم الموجودة بالإدارات عندها المرجعيات السياسية والمرجعيات الطائفية خلينا نفوت بالمباشر طبعا أنتو اليوم كان عندكم اجتماع في تكتل لبنان القوي أنتم متهمون بالتعطيل بالنسبة لخصومكم وبالنسبة لكثير من الأفريقاء في هذا البلد على أساس أنه لديكم شروط كل ما بيجي بين حل شرط بيطلع شرط آخر عندنا الوزيرين عندنا الثقة في الحكومة وما بنعرف إذا فيه أمور أخرى طيب كيف تتلقوا هذا الاتهام بهذه الظروف وشو عندكم جديد باجتماع الكتلة نحن اللي عم نقول أنه كل ما حلينا مشكلة بيرجعوا بيخلقوا الله نعم مشكلة تانية نحن اللي عم نتهم الفريق الآخر بس أنا بدي لك أكتر منك عجد نحن اليوم اللبنانيين صاروا بمحل آخر ما بق بدهم يشوفوا تقاذف الاتهامات أكيد بس بدنا نشوف شو عندهم الجديد اليوم الجديد أنه شفنا اللي حكيتي عنه طوابير الإزلال على محطات البنزين وكمان المعاينات اللي عم نشوفها اليوم شفنا كيف رجال حامل بنته صغير يو عم يدور عن كهرباء لا يقدر يلاقي الأكسجيل لبنته العالم صارت بمكان آخر نحن اليوم بدنا نروح تطلع كيف بدنا نواجه هالمشكلات المستعصية بالبلد نحن لحالنا ما فينا نواجهها اليوم بحاجة عن جد لكل واحد للتواضع اليوم هايدي كلمة التواضع بتحل كتير من الأشياء يعني اليوم رئيس حكومي مكلف ما في يقول أنا ما بقدر بحكي مع فئة ومكون أساسي من اللبنانيين اليوم المطلوب كل يتنا نحكي مع بعضنا اليوم نحن نجي نشوف العالم وين صارت العالم كيف عم تتوجه هايدي اللي انه انت برأيك العالم صارت بعدها بيوارد مع مين الحق العالم صارت بمكان آخر العالم بده حلول العالم بده تشوف حالة عم تقدر تأمن رغيف الكبز هلا اليوم شخصا معاولين على المبادرة والاتصالات صار في يعني تواصل بيننا وبين الحزب وبعتقد كمان صار في تواصل بين الحزب وحركة أمل وبين حركة أمل وبين الحزب وتيار المستقبل نحن ناطرين حتى يرجع دولة الرئيس الحريري ومشالله بيرجع قريبا لأنه بعتقد القاعدة بلبنان بهيك ظروف أهم بكتير من أنه ونقعد برة واليوم أمام كل شيء ما عم يشوفه ما بتستاهل أنه كل واحد يقدر شوي يعني يخد يعني يخد نفس عميق ويرجع على وراء ويشوف كيف بدنا إذا كل حدر بيتراجع شوي يمكن يمكن تشوفوه الناس على الموال أكتير حبيب طبعا استمعنا إلى موقف تكتل لبنان القوي من خلال أستاذ أسعد وبعدنا سؤالات أكتر لأله كيف بتشوف هذا التعطيل الحكومي حضرتك طبعا باحث سياسي ونحن اشتقنا نسمع التحليلات أيضا نحن نشوفها كواف بصف الشعب ويمكن أحسن مكان أو أحسن خيار مساعدة الناس ولكن هل هو تعطيل داخلي أم خارجي برؤيتك لحتى تنفذ أكتر قبل ما نجاوب على السؤال يعني بدي شير لنقطة اتفضل أنا عادة مع بطلع احكي يعني أنا اليوم جاي وحاسس حالي بكل صدق وشفافية أنه ما عندي إضافة نوعية ممكن قدمها للناس بس أنا جاي من باب الالتزام معك يعني نحن عادة نحن نشوف هالشي طبعا بكل احترام ومحبة مهمنا رأيك كثيرا نحن على مستوى لبنان ما عاد عنا أزمة إلى علاقة بالوعي أو بالتحليل وهي الحكي دائما عبقوله يعني الناس ما عاد فيه جزء مبهم من المشهد وبحاجة أنه نحن نجي نشرح لياه صحيح الناس بتحب تتعاطى من الأنفة صاعدا مع وقائع لأنه التصريحات اللي دائما عبتطلع من المسؤولين بغض النظر عن مستوى إيجابيتها أو صلبيتها صاير عبتعمل حساسية عند الرأي العام إلى حد كبير فبناءا عليه يعني كل المؤمل هلأ بلبنان أنه الله يلطف بالوضع القائم نتيجة يعني المشهد اللي موجود قدامنا على الساحة اللبنانية مشهد غير مسبوك نعم فعلا يعني هلأ الواحد قد ما يكون بيمتلك أدبيات لغوية وقد ما يكون عنده قدرة بالفصاحة والتعبير والشعر والخيال لحتى يوصف مأساوية المشهد ما بيقدر هلأ فيه إجماع عند الإجابة على السؤال اللي تفضلتي فيه فيه إجماع عند كل اللبنانيين تقريبا إنه جزء كبير من المشكلة داخله نعم يعني حتى حزب الله اللي بكتير من الأحيان بيربط الموقف دائما كان باعتبارات خارجية أو مؤامرة خارجية على لسان الأمين العام وعلى لسان نائب الأمين العام وعلى لسان المسؤولين بالحزب إنه المشكلة حالياً باللبنان داخلية داخلية بأي معنى بمعنى إنه لو أراد اللبنانيون أن يضعوا في الحسبان وياخدوا بعين الاعتبار مصلحة لبنان أولاً كما هو الشعار السائد في لبنان لا استطاعوا الذهاب نحو تشكيل حكومة نحن قدام معادلة المشكلة قائمة بين الطرفين من المفترض إنه هاي الطرفين أين تكن الاعتبارات الموجودة عندهم إنه المصلحة اللبنانية هي فوق كل الاعتبار حالياً بهاي اللحظة هلأ فيه شقي من الموضوع إنه علاقة باعتبار خارجي بس أنا برأيي إنه الشيخ سعد الحريري بيقدر يتجاوزه لا لأنه نحن منحس إنه يعني الشيخ سعد الحريري إجا عالتكليف فجأة بعد ما تكلف هو عرفان إنه في مشكلة بين وبين السعودية قالك بعد ما أتكلف أنا ممكن أفرض حالي كأمر واقع على المملكة العربية السعودية ويقبلوا فيه لحد هاللحظة ما قبلانين بس كمان هو عنده منفذ آخر وورقة ممكن إنه يلعبها ما زالت بإجابته إنه مثل ما راهن هو إنه يقبلوا فيه كمكلف رغم إنه فشل إلى الآن فيه راهن إنه يقبلوا فيه كرئيس حكومة مقلف يعني بيقدر هو يقلف وبعدين يروح يتفاهم مع المملكة العربية السعودية لحتى يسترضيها بس طبعا الشي اللي عم نحكيه ما بيعني إنه يعني الجانب الآخر اللي هو التيار الوطني الحر يعني عم بيقدم اللي حتى نحكي بشفافية عم بيقدم كل التسهيلات المفضية إلى تشكيل الحكومة لأنه أنا برأيي العاهد أستاذ أسعد يعني سعد الحريري هلأ ما عنده شي يخسره سعد الحريري هلأ هو مش رئيس حكومة سعد إذا بدك بالمواقف اللي عبي ياخدها عبي يبين قدامي الرأي العام السنة عفوا من هالتعبير أنه هو حدا مظلوم ما هذا هو ما هي الغاية بالمقابل العاهد عبي ياكل من رصيده صحيح يعني نحنا كل يوم عبي يمره صحيح هذا الرصيد اللي هو رصيد يعني رئاسة الجنهورية عبي يمره عشان هيك مصلحتنا كتكتل لبنان الأوي وكفريق رئيس الجمهورية نوصل لتأليف حكومة بأسرع وقت ممكن لأنه هيك المصلحة عندنا بتتضي أنه نوصل لتأليف حكومة لأنه نحن بعد في سنة من العهد أو سنة وكم شهر يعني مصلحتنا نقدر نوصل أستاذ أسعد خلينا نرسم قاعدة عامية يعني الحكم العربية بتقول العرش ثم ناقش أول شيء بعمل العرش بعدين نحن أنا برأيي نحن حاليا يعني أمام لحظة مصيرية من عمر لبنان أنا من الناس الذين لا يؤمنون بأنه مطلق حكومي من الممكن أنه تنقذ الوضع القائم للبنان بس أنا عب بحكي بمعايير الداعين إلى تشكيل الحكومة دكتور حبيب أثناء جوابك كيف قرأت موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد أنه هناك من لا يريد تشكيل الحكومة وهو يعرف نفسه يقصد ساعة الحديد عم نقول يعني 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 هو لا يريد تشكيل حكومة حسب موقف حزب الله روزانة أنا وقت لي عبقول أنه العهد بالمقابل يعني أنا هلأ لو من الفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية شو كنت قلت طبعا بفترض افتراضا بقل له يا فخامة الرئيس خلي ساعد الحريري يجي على الأصر بهاللحظة المصيرية من عمر لبنان أين تكن الاعتبارات تسعين بالمية من الشعب اللبناني كفر بالأحزاب تسعين بالمية من الشعب اللبناني لم يعد يعنيه أبدا هلأ أنا مش عب حكي هلأ إذا حدا بيسمعني عب حكي يمكن بيقلي صحيح ما عد بده يسمعني وهي دل له يا فخامة الرئيس منجيب الشيخ ساعد على الأصر منسكر هالغرفة منقعد نحن وياه ما نظهر إلا ما تكون الحكومة مشكلة هلهم يطلع شرمعك أين تكون الاعتبارات بركبة تقولون أنتوا أكتر على رئيس الحريري أو المقربين من حضرتك لو أين تكون الاعتبارات اللي بتخليني فوت بحالة تفاوضية مع ساعد الحريري من أجل تحقيق بعض المكاسب حتى لو كانت هاي المكاسب افتراضا إلى طابع ميثاقي أو دستوري ولكن على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات أنا بيجي وبقول له يا أخي أنا وياك بدنا نمسك العصر من الوسط مثلا واحدة من الأمور لدينا عقدة اسمها وزيران مسيحيين يا أخي أنا كطيار أو كرئيسة مهورية ما علي أنا قبلين بالتمانة عبد الفطر دون أنت الشيخ سعد وهو الثاني اللي حتى أضمن أنه يكونوا من الحصة المسيحية وما أضرب الميسائية وما خلي حدا يحتكر التمثيل المسيحي على الطريقة اللي كانت عبد تصير قبل 2005 خلي الكنيسة تسميهم طيب البترك أنا سألت هالسؤال الحق الماضي لا لا حتى كون دقيقة بس لأختهم بها الجملة ستروزان قال البترك ما بيورد حاله بهك ورده وهن ما بدون يشكله يا أخت بروع الفاتيكان يسميهم أنا بيقبل عرفته يعني ما حاكعى عن طريقة معينة فيما لو أنه فعلا هناك مساعي جدية جدا أني لقي طريقة ليحل المشكلة طيب أنا عب بحكي بخلفياتهم لأنه إذا بتسأليني أنا بعود بأكد أنا ما عب بنظر لتشكيل الحكومة أنا عب حط حالي محل القيمين الذين يرون بأن تشكيل الحكومة من الممكن أن يشكل مدخل إنقاذي للوضع شو بيجي بقول بيجي بقول أنه في هذه اللحظة المصيرية من عمر لبنان تعي يا سعد الحريرة إذا أنت ما بدك خليني أقدم دليل للرأي العام أني ما بدك ما بفوت معك بسجلات ما برفع هذا خطأ تكتيكة طبعا أنا عب بحكي بمحبة خطأ تكتيكة بهايك لحظة تجي أنت ترفع ساقف شروطك بالوقت للبلد عب ينهار إذا أنت عرفين مصبعا أن الطرف الآخر عنده مشكلة يا خي يخليه ويحرق حاله قدام الرأي العام وأنا أبدو بذروة المرونة والتجاوب أنا أولا دكتور حبيب بدي دم صوتي لصوته وموافق معه تماما بما يخص أنه الرئيس الحريري يطلع لعند فخامة الرئيس ويقعد وما يطلعون لأنه هاكي الناس بدون الناس بدون بقى ما بقى بدنا نطلع ناخد ورقة ونقدم له ياها لفخامة الرئيس ونقول له هاي الورقة ويفعلها اليوم أنا بعتقد ما هي المشك لأساسها فقدان السقة بنا نحكي بصراحة وبيكل وضوح في فقدان للثقة اليوم اليوم كيف نجي منحلها نجي منحلها وقت اللي بيكون في عنا الاستعداد أولا حتى نحكي مع بعضنا ونحكي لحتى نقدر نوصل لحل مش نطلع يعني اليوم قصة تأليف الحكومي وخاصة أنه اليوم الأحزاب السياسية غير ممثلة وبالتالي الشخصين اللي عم بيألفوا الحكومي هني فخامة الرئيس ودولة الرئيس هذا بيستدعي ياخدوا الوقت الكافي بين بعضهم حتى وما يطلعوا ويظلوا قاعدين لقد ما ياخدوا وقت لا حتى طيب الفكرة لامحيا دكتور حبيب خفضوا ساقف الشروطكم الشغلة التانية يعني اليوم أنا بدي استشهد باللي كان يقوله الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبيرادده ما حدا أكبر من بلده طيب اليوم وقت اللي نحنا بنجي هاي دي يعني اللي من أولى هاي دي هالفترة خليه ما حدا أكبر من شعبه هالفترة يعني اليوم اليوم أمام اللي عم ينشوفه ما بيز هاي دي يستدعي هلا أنا بضم صوت الله صوت هيا أنا هلا يعني اليوم طلعته متفقه يعني نحنا يعني لو أول مرة أول مرة بنلتقي بس أنا من اللي اللي معجبين بشرحه بمقاربته لأمور الشغلة التالتي والأهم اليوم اللي هي الوضع اللي وصلنا له ما بق حدا من العالم سديني أنا اليوم بموقع المسئولية أنا رق نية ورجل سياسي وبنتمي لك الناس صارت بمكان آخر بدأت تسمع بحلول بدأت تعرف كيف بدأت تعلم ولادة بدأت تعرف اليوم في عندنا مشكل كتير كبير وما حدا اليوم الشباب أصعد تعرف أنا لو هلا أنا معكم بتكرتل يعني عباكي افتراضا أنا بطرح بالاجتماع أنه نطلع نقول لسعد الحريري تعالف بلا شروط طيب بس هيدا أنا بطرح إذا بتسمح لي ادخل هيدا تراجع وهزيمة قدام شعب أنا بأكد لك ساعتها أنا متأكد التيار بيحصل 90% من تأييد الشعب دكتور يعني أنت تقصد من الحريري ليس جلدية نحن اليوم ببيان التكتل بده يخلق زريبا ببيان التكتل نحن قلنا أنه يجي يعني بهالجو اللي عم تحكي عنه أنه يجي دولة الرئيس ونحن ندعي للعودة ونحن رح نكون مساهلين جدا هو لو بيجي دولة الرئيس الحريري وبيطلع بهذا الجو أنا بأكد لك أنه رح اللي بيطلبه رح ياخد قده على مرتين بس نحن هيدا المطلوب اليوم الاستعداد وما يكون هون اللي عم بسر اليوم ستروزانا أنه نحن اللي خايفين أنه واللي خايفين منه ما يكون فيه يعني نحن عم بتبين التعطيل والأسباب الداخلية ولكن اللي خايفين منه ما أنه نخترع هيدا الأسباب الداخلية حتى نجي نغطي الهدف ألقوا الحجة عليك إذا هو أنا عبق الله بات من الواضح لجميع اللبنانيين أنه سعد الحريري لديه مشكلة في تشكيل الحكومة مع المملكة العربية السعودية بس سعد الحريري من الممكن أن يتخطى أن يتخطى هاي المشكلة ويكون من الجرأ بمكان بحيث أنه يذهب إلى تشكيل الحكومة من دون رضا المملكة العربية السعودية إذا حس سعد الحريري أنه ثمت منجازات عنده يقدر بعدين يبني عليها يعني بيقدر بعدين يروح السعودية يقول لهم شوفوا أنا شكلت حكومة مثلا وحققت منجازات ومكتسبات دكتور حمد كلي يجي بهالروحي رحل إيه سكلي يجي استاذ أصعد لك أنا مواطن عادي يعني ما عندي أي صفة صدقني أنا كل يومي بيمرو بقعد فكر من تسعة تشهر لهلا أنه هؤلاء القادة والمسؤولون بهاللحظة هاي بهالساعة هاي كيف يسمحون للوقت أن يمر من دون أن يكون هناك فرصة جدية ومساعي جدية من أجل معالجة وضع الناس استاذ أصعد من سبعة تشرين لهلا لوقت الجهود اللي بذلت من أجل مشاكل داخلية وتصفية مشاكل داخلية وحسابات داخلية جزء مننا كان بذل وصرف على مصالح الناس وعلى وضع البنزين وعلى وضع الكهرباء دكتور حبيب أنا بس أنا مع بحمل المصولية بس دكتور حبيب نحن نرجع منقول المشكلة مش بتأليف الحكومة أكتر ما المشكلة هي بقرار أنه نحن بدأ نعمل بلد والمثال على ذلك أنه بحكومة الرئيس حسان ديب كانت بلون واحد طيب شو قدرت عملت ما قدرت عملت شي لأنه ما كان في قرار رغم أنه كلهم بيعتبروا حلاف يعني نحن وحزب الله وحركة أمل والوزير الفريقية لأنه ما في قرار يا دكتور حبيب حكومة حسان ديب ما قدرت أنتجت شي يا أستاذ أصعد 50% خلل داخل بالحكومة بالبنية الإدارية اللي عبدال الحكومة و50% نحن حلفاء الحكومة ما فرضنا لهم قومات النجاة الحكومة فشلت فشلت نحن من الذين كانوا دعمين لألا يعني هذا بيأكدنا ما في قرار كنا أمام فرصة تاريخية يا أخي شو بدك حكومة دكتور حبيب ما بدي أسميه يعني هذا المقترح اللي اقترحته أنه أن يتنازل العهد والطيار وغيره يفرجوا الحريري أنه لك ما شئت أنه بوصل بآخر النهار لوحدة متخيرين أو أنه يمشي الحال وبتتشكل الحكومة أو أنه بحرج أنا ساعد الحريري وببين أنا مش مسؤولة عن التعطيل هلأ إذا بتسألي كل الرأي العام اللبناني أو غالبية رأي العام اللبناني بيقول لك أنه المسؤول عن التعطيل هن الطرفين طب يا أخي أنا كمؤيد للعهد أو أنا كحدة دعم العهد وعملت مئة قصة كرمال يجي الجنرال عن عن الرئاسة أنا بلحظة حساسة ومصيرية من تاريخ لبنان ما برفع شروط سقف شروطي يعني هاي مش اللحظة المناسبة من أجل المطالبة بهذه الشروط هاي كان فيها يعني أنه ثلاثة اثمانات هي مش الهدف لنا المسالسة هلا هي والله العظيم دا هي المسالسة بالقرار السياسي أكتر ما المسالسة بالحصص الطائفية يعني اليوم بيانت أنه مرجعية آآ مرجعية الرئيس بري أو وثمانية مرجعية الرئيس الحريري وثمانية مرجعية ما هاي يعني اليوم كمان بدنا نطلع أنه الفريق الطيار الوطني الحر كمان بيخاف وحقه هيدا مشروع حقه يعني يقدر يخاف من هيدا أنه انت اليوم بتصير بموسيلة بالقرار السياسي حتى بعدين بالمستقبل تقدر نوصل حتى ما تصير سابقة برأي حتى ما تصير سابقة هاي هي مش لك فيها واجز دكتور حبيب بعد عمين حكف يا رغم كل الظروف أنا كانت على هالطاولة من شي أربع سن كان اللي عبيدير البرنامج الإعلامي جون عزيز فيك ترجع للأرشيف أنا قلت على هاي الطاولة أنه للمسيحيين خدوا شو ما بدكم بلبنان بس ما تهاجروا شو ما بدكم نحنا مستعدين نعطيكم كل شي بدكم يا بس ما تتركونا ما تفصلوا شراكة بينا وبينكم بالوطن وهاي الكلام بعد بعيده بس السيد أسعب هاي ربع ساعة هلا مش التوقيت المناسب لحتى نحكي بهاي الموضوع هلا بالربع ساعة الحرجة جدا أنت متلعب تلعب ماتش فوتبول خلص الوقت الأصلي عندك أربع دقايق وقت احتياط أنت كم درب للفريق ما فيك بهاي الأربع دقايق تجي ترسم خطة اللي أنت بتطبئها على مدى تسعين دقايق طيب لماذا لا يطلب من الفريق الآخر هاي دي التنازلات بنفس هاي دي الروحية اللي عم تحكي فيها يعني ما إلي عليه شي أنا عرفته لا بس كمان دكتور حبيل لا حتى ما تبين تحميل اللوم لوجهة وحدة اللوم لحزب الله والسناء الشيعي اللي هني كانوا الداعمين واللي كمان بدنا نحكي الأمور مثل ما هي ما هني كانوا من الداعمين لتكليف الرئيس الحريري وكمان بدنا نقول بس كتير صراحة اللي اليوم كان فيه اتفاق بين الرئيس البرري والرئيس الحريري على كل شي وعلى كل التفاصيل قبل عملية التكليف بس الفكرة أنه أنتو اللي قلكن مصلحة بالتنازل إذا كان فيه شيء متنازل لأنه هذا عهد أنا قلت أنه اليوم العهد من مصلحته من مصلحته نعم الحكومة اليوم كل اليوم بيقطع هو مش لمصلحة العهد بعدم بتأكين بتأكين واليوم نحن مسهلين بدك أنا رأي نعم يعني أنا بحس أنه ثمت مؤامرة من أجل تقطيع الوقت لحتى يمرق الزمن والأيام والشهور على العهد من دون حكومة فوقت لي أنا بكون عب بوقف خلف بعض المواقف بما يفضي بالنهاية إلى عدم تشكيل الحكومة أنا بكون عب بخدم المؤامرة بس بالنسبة لأسعد الحريري بدي وضح أنه الحزب أنه حضرتك لك الحزب داعم وأستاذ أسعد أنت بتعرف أنه حزب الله حزب مبادئ أنا برأي وحدة من أزمات حزب الله أنه ما بيعرف يشتغل مصالح يعني مبادئ واغ مثل القطار المبدأ الأول أنه الشيخ سعد هلأ ما زال هو الأول بطايفته طالما هو يرغب ما بقدر أنا أستباد هاي القاعدة هاي القاعدة عم نشتغل عليها المبدأ التاني أو السبب التاني أنه التسوية الرئاسية أقيمت على قاعدة أنه الجنرال عون رئيس جمهورية والشيخ سعد الحريري رئيس حكومة بس ما حدا قاله للرئيس الحريري يستقيل ويفل هو اللي أفضح بس هو ما استقال مدى الحياة أنا عب بحكي بمنطقه يعني طالما سعد الحريري لديه رهبة بأن يكون رئيس حكومة ما بقدر أنا أريكي بس هو كان يستدعي ينسق مع حلفاءه ومع الشراكاء وبالتسوية لما كان بده يستقيل هلأ اليوم هاي دي مرحلة بالسابق ما بدنا يعني اليوم العالم ما بدنا تسمع هايرة الجدع لأنه ليش استقال اليوم العالم مثل مع متفقين ما صلحت حدا والناس ما بقى ترخم حتى الناس ما بقى تسمع أو بدنا تسمع على ملحة حليني أحكي بتفاصيل ما بعرف أدى بتهم الناس قيل أنه فيه ليون من الطيار الوطني الحر لإعطاء الثقال للرئيس الحريري صحح لنا إذا هالمعلومات صحيحة وإذا إلتزم بالتديق الجنائي تحديدا وإذا صار فيه هذه الالتزامات وانصرنا يعني اليوم نحنا في من وزراء رح يكونوا ممثلين يعني أو بيدعمهم تكتل لبنان الأوي أو بيدعمهم أو يعني تسميتهم تماما يعني اليوم من المنطق أنه نحنا نعطي ثقة بس ما فينا نعطي ثقة ونحنا تجارب الماضي بما التجارب الماضي كان فيها دولة الرئيس الحريري وكان فيها اللي هو رئيس حكومي وكان فيها توافق السياسي وما قدرنا وصلنا لنتيجة نحنا اللي أكتر شي بيهمنا هل عن جد بد لنعمل إصلاح هيدا اللي بيعينينا إذا تبين لألنا أنه هن يطلب بنا أنه السئة المسبة نحنا فيه عندنا ليوني بهيدا الموضوع بس ولكن لا بس كمان بس بدي أسألك عن كيف تتسرب للصحف لأنه بصحيفة ما في ليوني وبصحيفة تانية في ليوني يعني كيف عم بتظهروا الأخبار بأي طريقة بدي أليك شالي اليوم الدتيق الجيني ما كلياتنا اتفقنا عليه بمجلس النواب ما كل الكتل صوتت عليه شو اللي بيمنع أنه هيدا الدتيق الجيني مثلا يكون بالبيان الوزار نعم شو اللي بيمنع إذا عن جد نحنا بدنا نعمل إصلاح وأنا برأي ما فينا نعمل إصلاح ما في شي بيمنعه بس ما بيصير بس كيف بيصير أنه ينطلب بنا سئة من دون يعني اليوم أنه سئة مسبقة أنا هيوية يعني اليوم أنا بدي أجي 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 يعني دكتور حبيب يعني اليوم اللي عم بيجي أجي أجي بدي أجيب لك عروس مطمشي وكذا وبتقبل فيها هاي دي كانت تصير كانت تصير من شمية سنة مباطع تزمد أنا هيوية عجبتك أنا كل ما يكون عندي وقت فراغي بتعب شو بعمل افتح البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة بس اليوم من عشرين سنة لأ بس عمي وقتك بيشي أهم للبيانات الوزارية بالفراغ يعني لحتى مارس نوع من الكيد الزاتي تعرف اليوم في مجهد بقرر بيانات الوزارية اليوم في عنا اليوم في عنا من حسنات من حسنات هذه الأزمة أنه اليوم نحنا عندنا المجتمع الدولي نحنا ما فينا نخلص من دون دعم المجتمع الدولي والمجتمع الدولي مش رح يعطينا أي مساعدة إلا منعمل إصلاحة نحنا أنا تحليلي الشخصي أنه إذا كان لابد من حكومة مش بالضرورة هاي الحكومة ما زالت قادرة على طرح شعارات أنا برأي بالحد الأدنى شعارات إصلاحية مطلوب الحكومة من أجل تخفيف وجه عن الناس يعني يمكن ما تقدر مش يمكن على الأكيد بس اليوم سادونا بالدولي والفوق الدولي مش رح يتطلع فينا مش رح يتطلع فينا أستاذ أسعد خلص هيدا لبنان اللي كنا نعرفه وبدنا نبني أنا برأيي خلص أنا ويئات هلأ لازم نفكر بمرحل جديدة بأي لحظة أنا برأيي ممكن بلحظة إقليمية ودولية مؤاتية بيجي المجتمع الدولي مع أطراف إقليمية بيدعوا لبنان على طاولة بيلاقوا معهم أمريكا إيران السعودية سورية عرفته ويلا اللبنانيين اتفقوا على صيغة معينة وبانتظار تلك اللحظة أنا برأيي مفترض كلنا فينا نحن نجيب لحظة دكتور لا يعني فينا نفرض حالنا على الخارج لا بس لأنه في نقطة قال السيد نصر الله أنه مش نحن الجهة التي تنتظر الاتفاق النووي الآخرين ينتظرون هذا الموقف مظبور معناته الموقف كتير كبير والأزمة يعني مش بيئنا إذا ونحن نقول لطر هلأ الإيرانيين والأمريكان معا بيحكوا بأي وضع خارج الإطار النووي بس في حال استقرت الأمور بين أمريكا وإيران ممكن الأمريكان يطلبوا من الإيرانية أنه في مشكلة مش كرب حبا فينا لأنه الغرب له منظومة مصالح عرفته أنه تعا خلينا نقعد ضمن إطار تحت مظلة دولية نشوف شو بدنا نعمل بالنسبة للبنان فمن هلأ لهديك اللحظة أنا وإنت وكل حدا لبناني لازم نتحول لجمعية خيرية لإنقاذ اللبنانيين أنا برأي جمعية خيرية يعني شو نقدر نقدم لللبنانيين عمستوى الكهرباء الدول البنزين لأنه مثل ما بلشنا الحلقة استاذ أسعد أي أن تكن البلاغة والقدرة الكلامية عنا ما حنقدر من خلال الحكة نعمل التوصيف لواجع أنا برأي اليوم نحنا بدنا نركز على شغلتين أول شغلي اليوم كيف بدنا نحفف من المعاناة اللي وصلت لمرحلة نحنا اليوم كنا إذا بتتذكروا من سنة ولمن نسبع بالنموذج الفنزويلة ونقول كيف كان عم بيصير كنا نفكروا بعيد عن لبنان كنا نقول الله يساعد العالم كيف عم بتعيش هونيك لأنه نحنا في عنا لبنانيين ومغتربين ومنتشرين هونيك اليوم نحنا اللي بفنزويلة صاروا عن بيقول وأنه لايك الوضع اللبناني وين صار نحنا اليوم علينا كيف بدنا نحفف حجم هايدي المعاناة والشغل التاني والأهم كيف بدنا هالشاب اللي خلص جامعته وهون المشكلة الكبيرة اليوم هايدي الهجرة عند الشباب أنا بأكد لك اليوم 90% أو أكتر من الشباب اللبناني اللي خلص جامعته قليلوا في فيزا لوين ما كان يكون يمكن عالسودان مع احترامنا لونيك بدو يترك أستاذ أسعد هايدي قبل الأزمة كان يحلم فيها هلا هايدي لازم يمكن معنا وصف شو عم يشعر اليوم حكي معي حدا انه يعني بدو يبعت ابنه على العراق ب400 دولار بالشهر يبعت ابنه على العراق يشتغل بالعراق ب400 دولار بالشهر نعتبر انه هاي فرصة يعني يعني اليوم العسكري للأسف العسكري اللي عم نطلب منه مهمات على الأرض ومهمات بيخدم خمس ست ايام وبدو يحمي الحدود وبدو يحارب الإرهاب وبدو يوزع مساعدات اليوم معاشوا 70-80 دولار ما هوني انه قدر نوصلنا وأنا برأيي اليوم في بعض عنا هالمؤسسات الأمنية وخاصة الجيش اللبناني إذا وصل وإذا ما قدرنا حميناهم أنا برأيي وصلنا لمرحلة من الفوضى ما بقى ينفع معا لحكومة ولا غير حكومة وأنا بدي أرجع أكدوا أنه أنا بدم صوتي لألك حتى يكون دولة الرئيس الحريري بأقرب وقت بلبنان ونطلع أنه نقول بهذه المقولة اللي كان يقول بايو الرئيس الشهيد ونطلع بقى نتواضع شوي وبدو نقعد كلياتنا وبدو نخلص البلد وبدو نشوف كيف بدنا نقدر على الأكيد ما رح نقدر نعمل المستحيل وعلى الأكيد ما رح نرجع على لبنان اللي كانت عم تحكي عنه وهذا لبنان اللي كنا عايشين فيه بكذبة كتير كبيرة هيدا راح بس بالقليلة كيف نعيش بالحد الأدنى بالحد الأدنى من الحياة الكريمة حتى يعني ما نطلع عن كتير نقاط بدي حاول أخذ مواقف بدي حاول أخذ مواقف سياسية مننا كيف كرأته مواقف النقاط محمد رعد بعد دعوة الوزير باسيل سيد ناصر الله للتحكيم إذا صح التعبير شفتوها يعني تقارب أكتر يعني مجرد حديث السيد حسن على أنكم أنتم بمشكل كيف رأيتوه نحنا أول شيء بينبع الدعوة أو الكلام اللي وجهه الوزير باسيل لسيد حسن أول شيء بينبع من سيئة يعني في سيئة مطلقة بين الطرفين يعني كدنا نحتلف بالملفات الداخلية وبكيفية بناء الدولة وهذه في وجهات نظر مختلفة ولكن بستراتيجية وبالسيئة في سيئة مطلقة بين حريري أنتم تتهمون الحزب بالدعم الحريري إلى ملا نهاية وإننا عم بقوله هلأ أنت وملا تشكل حكومي هلأ شوية أنا والدكتور حبيب يعني شوية صار في اختلاف بوجهات النظر أنه نحنا الليله أنه كان في دعم للحريري ودعم واتفاق أنا بدي أقول مش حزب الله بين الرئيس بربي والرئيس الحريري قبل عملية التكليف على التفاصيل نحنا حبينا الحريري كرمالكم أوي كتير يعني أنتم وقت مشيتوا مع الحريري نحنا راضيناك كرمالكم أوي كتير أنتم بالألفان وخمسة لطشة تتسوي لطشة تتسوي سبحتونا كتير بالألفان وخمسة أنتم الرئيس الحريري بقى تعلمني يعني نحنا شو ما بده العاهد نعمل وتصالح مع الحريري تصالحنا معه يعني يعني اليوم إن شاء الله كل اللبنانيين ونحنا بيبين تكتل لبنان الأول اليوم كمان أشدنا باللقاء اللي صار بحلدي وإن شاء الله هذا بيصير بين كل الفرقاء اللبنانيين أنه اليوم وهي دا بيلخص المعاناة إذا كل هالفرقاء اللبنانيين يشتمعوا فضل يعني أنا برأي نحنا بوضع ما حدا بمنأة عن أن تطاله رياح الأزمة مية بالمية ما في حدا يعني هاي نظرية الباخرة والكل عليها أو الطيارة والكل عليها أنا برأيي صحيحة نحنا حاليا عم ننتقل من مرحلة الجوع إلى المجاعة صحيح الجوع إنه في عنا أفراد ما قادرين يأكلوا مجاعة بالطال مجتمع أنا بدي دوا مثلا معه مئة دولار معه مصاري الحمد لله عبفت لكل لبنان معه بلاقي دوا أنا بدي الكهرباء معي مصاري عب بنزل عندك على الاشتراك بقول له يا أخي خد مئتان دولار بقول لي ما في مازود صحيح مرفق بيروت فيه 16 رافعة عشرة منهم خربانين باعتمادات مصاري في لبنانية لحتى تجيب بنزين وطحين وقامح ممكن نوصل لمرحلة الاعتمادات بره ما تعدت قبل كيف بدفع أنا حق لبضاع الأساسية لبجيبها أنا بقدر بقول لك أكتر من هيك دكتور حبيب أنا كنت عبره حين يوظف بمرفق بيروت ممكن ما يعود ويروحوا لأنه ما بتوفي معهم إذا بيبيع عرانيس الواحد أو ما عندهم بنزين طيب في ظل هاي الوضع هلأ نحنا عم نحكي قدام الرأي العام يعني فيه مصطلح بالفلسفة نحنا نستخدمه بس لرب العالمين أنه واجب الوجود أنه الله سبحانه وتعالى واجب الوجود استغفر الله ومن باب المسامحة بالتعبير أنا هلأ بقول لك التفاهم الداخلي لحد واجع الناس واجب الوجود يعني أنا بدي لك أكتر من هيك يعني عم تحكي حضرتك عن مرفق بيروت وكان في حمال مش ماشي أنا بدي لك أكتر من هيك بيريح اللي عرفته من أحد المراجع القضائية أنه ما عندهم ما عندهم ورق حتى يصدروا أحكام طيب وهايدا وراء يعني اليوم في أحكام بدأت تصدر بكل المؤسسات وبكل الإدارات يعني يعني إذا إذا المسؤولين عم يشتقون بدنا مزود بدنا بنزين لأ نحنا عم نقول أنه الأبسط هذه إذا الورقة انفقدت يعني إذا الورقة انفقدت يعني معناتها كل شي صار بفضل أنا بدي استكمل هذا الحديث وهو يعني بعد في كتير تفاصيل بدنا نحكي فيها بس بدنا يروح على المداخلة من فرنسا مع الخبير بالشؤون الأوروبية تمام نور الدين مساء الخير مساء الخير ستروزانا نكي وليديوفك العزة مساء نور مساء الخير سهلا استاذ تمام بدي فوت بالأسألة مباشرة لأستفيد من الوقت في عنا طبعا صار فيه لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي والوزير الخارجية الفرنسي وتم التطرق للملف اللبناني على أساس أنه حل هذا الملف نحن لحد هذه اللحظة ما لمسنا أي جدي بهذا الإطار يلي هو إحياء المبادرة الفرنسية من جديد والسؤال لماذا هذا التأخير وهل هيد المرة بتشبه سابقاتها أو في شي جدي وشو مؤشراته بدي بلش من اللقاء وزير خارجية بلينكين مثل ما سكرته مع مدغيون وزير خارجية فرنسا نعم لما اتنيناتهم الكلام اللي قالوا بقولوا اتفقنا على حل في لبنان للأزمة السياسية يعني ما قالوا سنلطقي وسندرس اتفقنا واتحكوا وقالوا موضوع الفساد وإجت السفيرة الأمريكية بنفس اليوم فسرت خليني أقول الاتفاق وخكت لمحت يعني كان كلام بلينكين خليني أقول شوي مبدو بيستحب بلينكين بس اجت حكت أكتر شوي تفاصيل هلا الشيء اللي الإعلام اللبناني ما حكى عنه وانا اللي حالي اللي حكيت عنه اليوم الاجتماعي اللي صار اليوم بروما بين فرحان بن فايسل بن فرحان فايسل بن فرحان وليدريون وبلينكين اجتمعوا وتقرروا تم قرار حكوا بالملف اللبناني يعني غريب الإعلام اللبناني ما حكى عن الموضوع هيدا كتير شيء أساسي هيدا ترجم من الاتفاق الأمريكي الفرنسي بموضوع المبادر الفرنسي اليوم صار الاجتماع بروما والاستماع كان خضوري يعني نحنا الصوديين تقريبا اللهم غايبين عن المشهد اللبناني والسحة اللبنانية فترة طويلة من الزمن خليني يقول بقولوا انه هن يعني الاخبار اللي بتجي من هنا اللهم لا يهتموا ونطرين النتائج ولكن اليوم في اجتماع حضوري وليس عبر الزوم أو عبر الفيديو بين بلينكين والوزير خارجي السعودي ولودريون النتائج اللي اللي وصل كمان كتبت هي دعم تشكيل حكومة اللبنانية بأسرع وقت ممكن هلا صار فيه وصله لخيارات خيار انه يعني سعد الحريري يشكل حكومة وفي خيار تاني اللي هو ما بدي قوله الأطوى في خيار تاني انه ايجاب مخرج لائق لسعد الحريري بالاتفاع مع الجميع يعني انه يخرج من الموضوع التكليف يعني يسمي حدا اخر شخصية وحتى يسمي الوزراء وهي الحكومة بتكون شغلتها فقط وفقط الانتخابات وموضوع دعم بسيط خليني اقول للشعب اللبناني كما يفرط الوضع اكتر لانه بالنسبة للأوروبي والامريكي الانتخابات استحقاق الرئاس وموضوع الاستحقاق النيابي هو خط احمر استيستعمام بس لحتى انا كن دقيقة هيدا الكلام اللي هو يا اما يشكل الحريري او شخصية اخرى يفوض الحريري ايضا بتسمية الوزراء النقال بقمة بلينكن ولدريان ولا بيروم اليوم هيدا الحكي اللي عبي يصدر يعني لبلش يوصل لالأذان او للناس اللي شغلتوا للملف اللبناني نعم هيدا الحكي اللي بلش يوصل كيف ممكن يصير الضغط على الافريقاء اللبنانيين للتشكيل هل هو ضغط ام انه حانت الساعة اقليميا ودوليا لنحل هذا الملف اللبناني وبصير بكل سلاسة بطبيعة الحال في عقوبات جديا وليش دايما التلويح بهذا مش تلميخ يعني خلي ياخدوا شوي حكي الفرنسي بجدية شوي فرنسي فرح عقوبات ونعرف يعني حتى من يعني 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 خلي نقول الفرنسي خلي نقول الهوى الفرنسي بالعقوبات على مين هلأ إذا بدنا نجي نفوت بالتفصيل في عتب فرنسي يعني لاش خط أحمر موضوع الاستحقاق الرئاسي والنيابة لأنه بيعرفوا أنه بهذه القوى السياسية الحالية ما بيقدر يشكل أكترية تقدر تاخد القرارات المصرية بموضوع الإصلاح المالي المطلوب بالنبان يعني من دون إصلاح مالي ما في مساعدات ما في قروض ما في هبات ستعطى إذا تشكلت حكومة القليل من خليني أقول سيولة أو يعني تسهيل أمور الشعب اللبناني لتمرير هذا الوقت وللوصول إلى الانتخابات وتغيير يحاولوا إيجاد أكترية جديدة لإتخاذ يعني ما في حدا من هاي الأكترية بيقدر ياخد أو بدوا ياخد قرارات ما بدوا الأكترية ما بدوا الأكترية مش كالأكترية لا أكترهم بيكون دقيق باللغة العربية طيب شو اللي بدوا ياخدهم ساعة على الكبول بالطرح يعني إذا هن ما بدوا شو هي الساعة السياسية اللي هلأ عم نحكي فيها اللي بتخلي يفرض الحل يعني شو اللي تغير يعني إذا فيه عقوبات فرنسوية والمنورة منها عقوبات أوروبية والأمريكان الأمريكان اليوم دعمين المبادرة الفرنسية دعم صلو الدعم مع الأمريكي ودعم صلو والاجتماع اليوم هو اجتماع مفصل بتصرف العرب بالموضوع اللبناني يعني من قبل كان مصر والإمارات هي من تتدخل أو تساعد خليني أقول بلملمة الموضوع اللبناني ولكن اليوم السعودية دخلت على الخط خليني أقول مباشرة لما هي موجودة كانت باجتماع حضورة ثلاث وزراء اجتمعوا وكان الملف اللبناني على طاولة الاجتماع هات لات مجرد هلا إذا اللبنانيين أفرح بزراء خليني أكمل هالفكرة إذا المسؤولين اللبنانيين مش خايفين من عقوبات فرنسية مش خايفين من عقوبات أوروبية مش خايفين من عقوبات أمريكية ومش خايفين أنه الانفجار الشعبي والاجتماعي دوجهم ما بعرف يعني شو مع يعني كيف نعم أستاذ تأمام بيقدر الفرنسيين ياخدوا الثقة للرئيس الحريري عند السعودين إذا كانت هيدا المشكلة هي الأساس حسب ما يحكى ولا مهم تمشي المبادرة الفرنسية ولا تتوقف عند اسم الحريري يقال يقال أنه إذا مشى سعد الحريري بهيدا خليلي أقول دين اللي عم بيصير هلأ عم يركبينها ثلاث أطراف هيدا قيل بلاش يعني بلاش يكبولوا معلومات أنه ممكن أن تفتح أبواب السعودية له إذا مشي بهالموضوع هيدا هلأ الموضوع ليس فقط بيد سعد الحريري لتشكيل الحكومي كلنا بنعرف أنه رئيس الجمهورية ما بده يمضي يعني الفرنساوي شايف هيك بقول أنا معبول رأي ومش أنا اللي عم حلولهم الفرنساوي بيشوف أنه رئيس الجمهورية لا يرود التوقيع لذلك لذلك تم إجراء دراسات الفرنساويين أجروا دراسات سب دراسات دستورية من كبار الدستوريين اللبنانيين والفرنسيين حول المادة المواد الدستورية 64 و53 على ما أظن وبموضوع يعني بيقدروا يزرقوا لرئيس الجمهورية بيقولوا له إذا بدك مادة 53 هي موضوع تشكيل الحكومة فإذا ما فيكن ما تجد تقوله بدنا هي بالتشاور ما فيكن تجد تقوله بدنا نشارك بتشكيل الحكومة هل تجرؤ فرنسا على تنفيذ العقوبات لأنه طبعا في علاقة تاريخية مع لبنان وهي دا بيعمل شك بالعلاقة يعني بدو يغير شي لشك وخصوصا يعني على أطراف يمكن ما بتتوقع أنه يصير علي هذا الموضوع وكمان نقطة تانية أنه البعض من نخايف من العقوبات الأمريكية اللي هي أصلا في بعض الناس عملت لتعديل أو عملت خلينا نقول استقناف للدعوة وسقطت العقوبات فكيف بالحال اللي بيقولوا أن العقوبات الأوروبية والفرنسية تجي أخف وأقل وطأ يعني أداة مؤثرة لا ما بدي أحكي عن العقوبات الأمريكية بحكي عن العقوبات الفرنسية والأوروبية أول شي أنه إذا نطرين بعدنا أقوله لا العقوبات الفرنسية فرضت العقوبات الفرنسية وتبلغ أصحاب الشأن أنه هن ممنوعين من دخول الأراضي الفرنسية هذه أول خطوة الخطوة الثانية وضع اليد على الأموال الخطوة الثالثة العقوبات الأوروبية يعني ما بقعد يقدر يفوتوا على كل دول الشنجل ما بقعد حدا يقدر يتعمل مثل مين هالأسماء؟ ما بدي يفوت بأسماء بس ما أصبح الهوى الفرنسي الهوى الفرنسي بموضوع التعطيل نعم أنا سبت حكي أكتر من مرة فيه موضوع التعطيل بحطه تقريبا على جهة معينة خليني أقول التعطيل بتشكيل الحكومة وليس التعطيل بموضوع الإصلاحات وليس التعطيل لأنه كمان في أطراف مثلا السرائي الشيعي عطل عطل موضوع عديد لما انضرب المداورة مبدأ المداورة ضربوا السيد حسن كمان لما بآخر خطاب طلع حكا أنه طلعنا الليلة للرئيس عون كيف بدك تمضي على حكومة ما إليك رأي فيه وكذا فكل واحد عطل قد ما بيقدر وحسب مصلحته ضربوا المبادر الفرنسي كله ما في طرف خليني أقول طيب آخر سؤال آخر سؤال الاهتمام الفرنسي بلبنان هو اهتمام نفطي سياسي شو هو يعني هذه الحماسة شو هي وبالنسبة للوم على الأفريقاء أنه هنا ما عم يلتزموا بالحديث أكتر من هيك أنه المبادرة الفرنسية هي اللي هشة وضعيفة وما بتقدر اتمون على هذه الأفريقاء لأنه بلشوا شيء وانسحبوا ما كان عندهم هالزخم أيام ترامب يعني ما في شيء اسمه المبادرة الفرنسية رح بلش من الأطراف اللبنانية الأطراف اللبنانية معظم الأطراف اللبنانية استغلوا خليني أقول عدم الحماس الأمريكي وخليني أقول أنه الأمريكان مش إخدين موقف صلب بدعم المبادرة الفرنسية وضربوا المبادرة الفرنسية يعني مثل ما قلتلك وقت حكومة قديم هذا موضوع التوطيع الثالث البدعة هذه البدعة يعني كان في كتير سنوات قبل كان الوزير سنة وما شفنا رئيس مجلس النوار طلع وقال بدنا التوطيع الثالث والطاف الشيعية يعني هذه البدعة هذه كانت من أيام رافيق الحريري يا أستاذ تمام هذه البدعة اللي عم تحكي عنها الشيعة السنيورة لا 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 موضوع موضوع وزارة المالية والتوقيع الثالث من لما كان الرئيس الشهيدي شك الحكومات بيعرف حيثيتها عند المكان في ثناني عند الشيعة مش بتعى جديد يعني الوزير كان يكون سني ولا شيعة بتوافق تأكيد بدك توافق أنا بوافق الوزير كان يكون سني ما كان شيعة جورجيرم جورجيرم اليسابة صحيح صحيح كانوا يقال أنه أيام السوريين ما كان بدهم هيدا الضمانة خلينا تمام فوت بموضوع تاني لقيتلك جواب مرحب لقيتلك جواب حكومة حكومة مصطفى قديب هو تمسك السنائق الشيعي بوزارة المالية ما بديلو للدكتور حبيب أنه ما في فريق أسر بلبنان لما نقصوت القصة بس خلينا نوضح أنا برأي الشخص إذا الشيعة هلأ بدهم يتمسك بوزارة المالية وهذا التمسك يؤدي إلى تعطيل تشكيل حكومة بلاها المالية يعني هنا بجيب أن تقنع رئيس بري يا دبطار حبيب بدك تقنع رئيس بري بري بصدي أنا يا أخي كمواطن شيعي لا أريد وزارة المالية بدك تقنع رئيس بري في حال كان هالموضوع يؤدي لتعطيل تقنع طالت حكومة مصطفى قديب من وراء وزارة المالية إذا كنت وزارة وراء طنائق الشيعي طير صحيح صحيح طير المبادرة طير المبادرة الفرنسية أنا برأي ما أحد أحصر ما أحد أحصر الموضوع المبادرة الفرنسية السيد روزانا شو كان الصورة التالية نعم الاهتمام الفرنسي هو نفطي يعني بشكل خاص لأنه امرئنا بكتير أزمات ما تدخلوا الفرنسية يعني 2012 لهلا صوعة الاستقال مصطفى قديب كانوا متجاوزين بس تا يكمل جوابه الاستيستمام بموضوع الاهتمام الفرنسي بال2006 بال2006 وقبل يعني خليني يبلش من 2006 نعم وبيعمق ليد الغضب كمان كان الرئيس شراك يبعد وزير خارجيته ما يفل من المنطقة إلا ما يعمل وقفة لكنار وكانت علاقته سيئة بإسرائيل لرئيس شراك فهذا لكن فيه نفط ولكن فيه غاز ولا من يحزنه فيه علاقة فرنسا المبادرة الفرنسية إلى سببان سبب تاريخي علاقة فرنسا بلبنان وهنأ بحكي عنه هاي الكلمة وسبب فرنسي داخلي السبب التاريخي بتجيبه كل الأدبيات الفرنسيين وزراء الخارجي ورؤساء الحكومي ورؤساء الفرنسيين لم يستعملوا عبارة دولة عن بييه فخاخ دولة شقيق أو شقيق وحسب إذا لبنان مذكر ولا مؤنس بكم تعملوه إلا عن لبنان مع أنه ألمانيا يمكن هي الشقيقة أكتر من ناحية الدين والعادات والتقاليد وأوروبا أو إيطاليا أو إسبانيا أو إسبانيا فبموضوع مثل الشقيقة اللبنان والسورة مع نفس الحساب بس مع وي صعي وزير الحارجي وزير الحارجي لبناني وستعملها بقلب السنة واستعملها بس المطمئة بسحر يقول اللبنان دولي شقيق أو شقيقة لفرنسا مش موجود لأي دولة تانية نعم وشو السبب الداخلي تقول هناك سبب تاريخي وسبب داخلي السبب الداخلي أنه رئيس ماكرون محشور بنوعا ما خليني يقول يحقق إنجاز لأنه ما عنده إنجازات داخلية تقريبا بفرنسا إجت الجيلاجون ضربته إجت الكورونا ضربته على المستوى بالدولي ما حقق شي في هالموضوع اللبناني ها قصة لبنان فمضطر يركض ويحقق شي بموضوع الانترنسيونال الموضوع الدولي من شان يحطوا بالبلون كبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية من شان يتبس يتقدم يكون حتى الخارج عساباته انتخابية طيب شكرا أستاذ تمام نور الدين لوجودك معنا من فرنسا وأنت الخبير في الشؤون الأوروبية شكرا لك أهلا يعطيك الحافظ مشاهدين نستكمل بدبلوماسية بعد البريك مع دكتور حبيب فياد والنائب أسعد درغام خليكن معنا عودة لبدبلوماسية مع عودة تكتل لبنان القوي أسعد درغام ودكتور حبيب فياد أستاذ أسعد البطاقة التمويلية يلي منتظرين اللبنانيين تمويلة من وين بدون يكون دايما عم نفوت بحلول عم تبقى شعارات عم تبقى مش واضحة المعالم وخطوات ما عم تتنفذ أصلا شو تصوركم لهذا يعني هلأ حكما ما لازم تكون من أموال المودعين يعني مش بس ولكن فينا نقدر نستمر ونكفي بلا البطاقة التمويلية كمان على الأكيد لا بقى بدنا يعني بدو ينبحث من قبل الحكومة حتى الحكومة المستقيلة اللي معا بتقوم بأبسط الأدوار لا لا أنا بيعتقد أنه حكومة الرئيسة دياب والرئيسة دياب كتير مقصرين بمواجهة التحديات اللي عم نواجهها اليوم بيقدروا بيشتغلوا أفضل من هك بكتير يعني أنا ما عم بقدر بفهم أنه ليش اليوم الحكومة المستقيلة ما عم تتجتمع أنه معقولي كل هالظروف اللي عم نمرق فيها ما بتقدر تجتمع بس لا تقدر تخفص زعلان وماخد عخا ما لازم يزعل أنا برأيي أنا لو مسؤول بالدولة يعني هلا عندي أي منصب ما بشوف شيء قدامي غير واجع الناس طبيعي بس وقت لي بتفكيره هو حسان دياب تجي أنت يعني النائب إليه الفرز لي طلعب لي بكم يوم دعا إلى تشكيل حكومة لم شمل لم شمل خلاص من حكومة دياب وتشكيل حكومة لم شمل ووحدة وطنية ودفع حسان دياب للبرلمان وفتح للمحاسبة وفتح له ملف بالقضاء بغض النظر هو كيف يشتغل وتم الترويج أنه نحن نعود إلى العهد القديم خلال أربع تيام بتم تشكيل حكومة طب أنا حسان دياب وقيل أن الحكومة غير مأصوف على شبابها دكتور حبيب تعرف مين كان السبب مين كان اللي يشتغل لا أنه بدنا نحكي طالعا من السبب كان معروف الرئيس بري كان بده طير يا أستاذ أسعد جزء من الوضع القائم حاليا بالبلد الإطاحة بحكومة حسن لشو كانت قدرة تعمل أمام هذه الكارثة بكل الأحوال يعني ما بدي أقوله حتى ما ينفهم كلامي غلط طيب ما علي بدي أقوله أنه الزلمة بالبيت رحمة ولو كان فحمة أيا تكن سلبيات هذه الحكومة وقصورة وعدم قدرتها أفضل من اللي على مجارات الأحداث والتحولات واشتراع حلول مضاف إليهم كلهم يضاف إليهم كلهم أنه هيدا الزلمة حسن دياب ثبت إلى الآن أنه نضيف معه يعني مش حدا ما بيكفي يكون مش حدا يعني هم حدا نشاكك بهذه النقطة يعني بكل أحوال شغلي قليلة وشتغل مضيف بالبيت يا ست روزانا شغلي قليلة واحد يجي على السلطة ويكون مضيف باللبنان هذا إنجاز عزيم بشير هيك يشتغلوا ففترضني أنا هلأ حسن دياب يا أخي ما أنت مبارح نازل فيه جلد 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 أنا لو ما كانه بتخلى عن كل هاي الرواسط وبروح برأيك فيه ياخد مواقف يعني وطنيات والمسؤوليات لازم يشتغل لا لا كيف هو عب يفكر هو عب يفكر فيه فرص هو لم يتحينها عندما وضع كل بيضه كل بيضه بسلط 8 آذار وبلحظة معينة 8 آذار هي وحولة فاقن انقلبوا عليه فبحسابات الخسارة والربح هو اللي عاد طايفته من الأفضل له أن يقوم بانسحاب تكتيك ويعود يتموضع داخل الطايفة ضمن حسابات هاي نادي شو بيسمون الرؤساء نادي رؤساء الحقوق بس اليوم اليوم حتى الطايفة السنية الكريمة ما حدا مننا بيقبل بالوضع اللي نحنا عايشينه اليوم يعني نحنا اليوم طالما هو ما بالنتيجة هو كمان في مكون أساسي من الشعب اللبناني ومهم هني الطايفة السنية ما هو بيمثلهم بوجوده برئاسة الحقوق لا يمكن زيارة الرئيس الحرير اللي أقوله عملت سويد أثر لا أنا أقولهم ما بيمثلهم من الناحية السياسية أكيد لا أنا أقول من الناحية المعنوية والناحية الدستورية بما بموقع الطاقة نحنا من أول الحلقة اتفقنا عن نقطة أنه التركيز كله بعملية عدم تشكيل بعملية الوضع القائم عم يصير على العهد على رئاسة الجمهورية وقت لي أنا نادي الرؤساء الوزراء السابقين إذا كان حسان دياب يتقرب مني وأنا إلي مصلحة زيد الضغوط على العهد من مصلحتي أنه أطلب من حسان دياب أنه يقتصر على الحد اللي أدنى من تصريف الأعمال لحتى ما ينفرج الوضع شوي ويضل هذا الضغط قائم هذا اللي عم يصير يعني اليوم هو عم يتغرد عم يتعرض للضغوطات عم يتعرض للضغوطات وعم يغضر على سيرة رؤساء الحكومات في تصريح للرئيس السابق فؤاد السانيورة يذكر فيه بالأخطاء الكبيرة التي ارتكبت خصوصا لجهة انتخاب عون لرئاسة الجمهورية ولجهة إقرار قانون الانتخاب الذي يشد العصبيات الطائفية مجددا الدعوة إلى العودة للدولة وقال إذا كنا لا نستطيع الآن أن نغير لا يجب أن نسلم ونستسلم وببداية حديثه بقول الدولة مخطوفة من قبل حزب الله والحزب يطلط خلف رئيس الجمهورية وهمه إبقاء لبنان مصدر وجع أنا برأيي مما أنه نحن ببرنامج بدبلوماسية ونأخذ من هالعنوان خاصة بهالظروف أنه اليوم ما بدي رد علي بس اليوم الوقت مش لهيك تصريحات وعن جد عن جد الوقت مش لهيك تصريحات يعني مش لرد هيك اليوم الوضع بيستدعي أنه نحط الخليفات نشوف إذا الدكتور حبيب ونطلع أنه اليوم أنا بيجي هلأ برد عليه وبشد العصاب لا 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 مش رد شد العصاب يحكي موقف سياسي ويعتبر أنه هي أخطاء طيب أكيد إذا رضينا عليه شو نعمل العالم بنظري كنه بدين نسمعه العالم بقى تسمع بقى بدأ تسمع هذه السجالات العالم صارت باتفقنا على أنه صارت بمكان آخر أنا مش رح رد على هذه الكلام والوقت اليوم مش وقت سجالات الوقت لعودة دولة الرئيس الحريري وندعيه من هالمنبر العودة بأسرع وقت ممكن وياخد بمقولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ما حدا أكبر من بلده ويطلع لعند فخامة الرئيس وكلمة تفقين ثلاثتنا بيعتقد ما يطلع من هناك دون تأليف حكومة وأنا بيعتقد أنه بس تصير هذه القاعدة بيعتقد رح يلاقي اللي بده مثلا بيقولوا متل رح ياخدوا مترين من رئيس الجمهورية لأنه رئيس الجمهورية من مصلحته من مصلحته اليوم هو التأليف الحكومي من الوسط يعني اليوم اليوم أصلا على كل حال هيدا لبنان هيدا لبنان ما في فريق ما إذا طلعنا لورا ما في فريق بينكسر وفريق بينتصر بالنتيجة بده نعمل حل توافقي أدما نتأخر وأدما نشد العصب وأدما نحكي كلام وسجلات ونهاجم بعضنا بالنتيجة محكومين بالتوافق وبده نقوم عندك رد دكتور حجيب نشرة التعليق أنه أنا كتبت من فترة أنه باللبنان يعني إذا بحط موضوع المقاومة والصراع مع إسرائيل عجنب صدقا وجديا ما عد فيه أي مسألة سياسية باللبنان داخليا تستفزني ما عد فيه ولا ملف سياسي له معنى ما عد فيه ولا قضية سياسية تستدعي أنه نختلف علىها خاصة ما عد فيه تماني واربع عشر أزار فيه شيء وحيد أنا بيستفزني وواجه عن الناس يعني هلأ أنه ما بالألفين وخمسة عم بيقول الدولة محطوفة من حزب الله بس لألك شيء فيه شيء هلأ في ترضي أنا حدا فاسق بالبلد والوضع بالبلد مثل ما نحنا شايفين وعب بحكي بشكل عام أفضل طريقة لإلي لحتى أنا ما أخلي الأضواء تتسلط على عملية الفساد كل يوم بيخترع قضية بيخترع قضية إما أني بتلطى طائفيا أو بجيب الشماعة حزب الله وبصير علق عليها أمور وصير عرفته أضايا كتير عبي تم افتعالها بشكل يومي هلأ مثلا وحدة من الأمور اللي عبتنحكها اللي يعني عبتنطرح وكتير عبي تم الترويج لإلى موضوع مثلا قانون الانتخابات عرفته بدون أنه العالم من هلأ اتفيق وتخاف لحتى ما يصير الخلاف بين طبقة فاسدة وشعب جوعان هناك جهود من أجل تصوير المشهد وكأنه خلاف بين فرقاء سياسيين كل فريق سياسي في جمهور ماشي ورا وهي أفضل طريقة لحتى تضيع الطاصة وما حدا يعرف مين أكل البلد ومين بلع البلد ومين سرق ومنعمل تضيق جنائي ولا ما منعمل تضيق جنائي وإلى ما هناك من أمور كيف كرأته استاذ أسعد انتخابات نقابة المهندسين حتى لو كان في عدد يعني لك مسبقا حتى لو كان في عدد كبير من تخب من المهندسين وما شارك ولكن في موقف طلع يلي هو أنه أحزاب السلطة ما كان له اللي كانت عليه يعني يعني اليوم هيدا بيأكد الشي اللي كنا عم نقوله ببداية الحلقة واللي كمان قالوا الدكتور حم أنه اليوم وجع الناس والعالم صارت بمكان آخر يعني اليوم أحزاب السلطة كلها خسرت والأحزاب الموجودة بالحكم كلها خسرت يعني ما كان في رابح من كل الأحزاب المشاركة بالحكم واللي شاركت على مدى الأعوام ما حدا ربح مننا الكين الرابح هولي ما هولي النخب اليوم نحن بس نحكي بالنقابات ونحكي بالمهندسين هولي اللي قلنا عنه أننا طلابنا عم يتخرجوا ما هولي هالمهندسين وخاصة الشباب تقرؤه مؤشر ولا بس هيك يعني نحن بدنا نحكي بالعمل هل بتعطوها أهمية أو لا أكيد بدنا نعطيها أهمية وأكيد كل فريق رح ياخد رح يراجع أداءه لا ياخد العبرة مننا لأنه هيدا النخب من الشعب اللبناني اللي هني هولي المهندسين وبكرة يمكننا شوفها بالأطباء وبالمحامين هولي اللي بيقدروا هيدا الرأي العام هم موجود هلأ بدك تجي تقيسية وتجي ترجمية وتقرشية على الانتخابات النيابية اللي بيلعب فيها يعني اليوم نحن بيظل هيدا الأوضاع المادية رح يلعب العامل المادي كتير قوي نحشى من أنه يرجع العامل الطائفي والتجيش الطائفي يلعب دوره يعني ما بتاخد الانتخابات النيابية هذا التأثير اللي أخذ النقابات ولكن هيدا رح يكون الصرخة اللي عملوها عن النقابات اللي عملوها لكل الأحزاب حتى كل واحد يرجع يراجع على حسباته وينسمع لأصوات هولي الشباب اللي قالوا كلمتهم ونحنا منحترم صناديق الاقتراح حتى لو نحنا هذه بنتائج ما كانت لمسل حطنا جزء من التعطيل يعني اللي عم بيصير هلأ يقول أنه مستفيد الأحزاب منه تحديدا الطائر وطني الحر وطير المستقبل في رؤية تقول أنه مستفيدين لا ترجعوا تشدوا العصب يلي خلينا نقول أثرت عليه الحراك المدل أو الحراك الشعبي العصب الشارع العصب الشارع على حساب شو على حساب وجه على الناس تشد العصب على حساب معاناة الناس على حساب إزلال الناس يعني كلمة أخرت الحكومة بلا هاك عصب وبلا هاك شعبوية إذا هيدا التمن اللي بدون يدفعوه الناس ما بقى حدا يعني لا نحنا بهاك وارد ولا الناس مقبولة أنه كان أي فريق سياسي يلجأ لهذه الطريقة للقيصة حتى يشد العصب طبعه ما بيجوز استغلال وجه عن الناس والمعاناة واللي عم نشوف اليوم كرميل شو حتى زيد نيب وشد عصب مش مقبول حتى نحن نفكر بهذا التفكير نعم شو رأيك دكتور بموضوع الانتخابات المهندسين يعني هل يعول عليها ولا مبالغة لطائر لأنه أصلا بالماضي صار هيك يعني في حقيقة يجب أن تتعامل حقيقة يجب أن تتعامل مع كافة الأحزاب الموجودة على الساحة اللبنانية كمعطى أساسي للعملية الانتخابية اللي ممكن تصير أو المستبعد أنه تصير نعم سنتي الجاي ألا وهي مستبعد ألا وهي بس ما تنطعنا هلأ أنه تجعل أنه معظم الأحزاب على الساحة اللبنانية شعبيتها تآكلت مش بس تراجعت شعبيتها تآكلت من بين حزب الله لا حزب الله يعني هلأ أنا وخص يعني بسأل سؤال سؤال يعني روزانا يعني وان الكاميرا لحتى بيّن أني صادق باللي عبقوله فضل هون معك 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 صادق باللي بتتمنى بس على القرب صادق باللي عبقوله بمعنى أنه مش عبحاول برر لحزب الله نعم واضح بس أنا أنا ابنها البيئة وبعرف اللي ماشين مع حزب الله عب بحكي الكتلة صلبة نعم اللي هني بيئة المقاومة ماشين مع حزب الله لي سببين السبب الأول وإلو علاقة بالصراع مع إسرائيل وبيعتبروا التهديد الإسرائيلي التهديد وجوده السبب الثاني هو سبب عقائد ديني مرتبط بمسألة عمره 1400 سنة يعني جمهور حزب الله اللي هني كتلي صلبة نوات ما بيعتبروا أنه هني مع حزب الله لأنه حزب الله بدوا يؤمن لهم عرفته أكله وشربه بل بيعتبروا أنه واجبهم هني يقدموا أنه شو بيعتبروا أنه حزب الله قدم شو هذا فما مشكلة نحن أنه نتحمل جوع فمسألة بأنه علاقة جمهور حزب الله بالحزب بنيويا هي علاقة ما تحكي شيء عن ديولوجيا سرت يعني خارج السياسة اللبنية ما هو الحقيقة هيك يعني هي الحقيقة هيك يعني هيدا اللي ابنه استشهد وعبتقول أنه يا ريت عندي حدا تاني ابعته لحتى يستشهد هيدا النمط من العلاقة ما عد متوقف على معطيات إلى علاقة بمصالح يومية مرتبطة بالأكل والشرب طبعا هيدا ما بيعني أنه حزب الله لازم يعمل جمهوره ما يهتم بهالجانب بس أنا عبقول الرابط الأساسي اللي بيربط جمهور الحزب بالحزب هو هيك بس هاي ما بيعني أنه ما في ما بيمنع نقول أنه والله فيه نقد عند بعض الجمهور أنه والله فيه تزمر بمكان ما فيه اعتراض بمكان ما بس بالعملية الانتخابية يعني السقف اللي بيمارسه حدا ما اعترض على الوضع أنه بيكتب تويت أنه بيحكي أنه بيصهر بيعبر عن استياءه بس بني هيت الأمر إذا أراد الحزب شيئا جمهوره معه يعني أنا بحترم بحترم هيدا عن أناعة صدق حزب الله وهيدا يعني التألف اللي بيوصل لحالي من الاندماج بين البيئة الديئة وبين حزب الله ولكن من أحد الأسباب المهمة اللي اختلفنا فيها نحن وحزب الله بكيفية مقاربة الملفات الداخلية وكيفية بناء الدولة هو لربما اهتمام حزب الله بالملفات الإقليمية وبالبعد الإقليمي لأله ويعني نسي وصار فيه أنه ما اعتنى بالملف اللبناني وبكيفية أنه ننظر للوضع الداخلي اللبناني وأنا بأعتقد حزب الله لو أعطى الوقت الكافي والاهتمام الكافي للملفات الداخلية في لبنان كان الوضع في لبنان كنا أفضل بكتير وخاصة بكيفية بناء الدولة أنا بقدر أنا بفهمك دكتور حبيب أنه من المقدسات عند السناء الشيعي من المقدسات أنا مش معطر الدفاع الأول على هذه المنظومة أنا بعرف عند الرئيس بري الخيري عنده نموزج نموزج كتير مهم من الأشخاص التي تضعهم بالمراكز أنا أذكر لك عند أخته للرئيس بري الدكتورة هنالي بري بتصلح لتكون هي مديرة عامة بوزارة التربية بتصلح تكون يعني يؤتمن لألا تكون وزير التربية وعنده الوزيرة عينية عز الدين وعنده من النواف يعني أنا بقدر بسرد لك أنا بقدر بسرد لك بس ولكن هذا ما بيكفي إذا ما كان في أرار أنا بعتقدر رئيس بري مقيد بهالأشخاص الموجودين بالإدارة واللي للأسف نائب قاسم هاشم يقول لك أو يعني رد على اللي كنا عم نحكي بالحلقة أمر غير منطقي أن يتمثل التيار بالحكومة ولا يمنحها الثقة حتى ولو قيلة أن التمثيل سيكون لفخامة الرئيس فالأمر سيان وقالها فخامته منذ فترة أنه يمثل أو يتمثل بأكبر كتلة نيابية وهذا ما يميزه عن عهد ميشيل سليمان وما أثاره في حيثية حول حجم تمثيله موضوع البطاقة التمويلية يقول أنه بني على فرضيات أرقاما وتمويلا وحتى اليوم صحيح أن البنك الدولي مرن لكن لم يحسم قراره بتحويل بعض الكروض وقد يكون بشروط مختلفة الحكومة ضمنت مشروع البطاقة فتح اعتماد لتمويل البطاقة وهذا يعني أن ذلك سيكون من الاحتياط الإلزامي أي تمويل من أموال المدعين ومن أموال الناس حتى لو كانت التغطية استدانة الدولة من مصرف لبنان أنا بس بدي أولا يعني عم نحكي بالنسبة للسئة نحنا ما عم نقول ما بدنا نعطي السئة نحنا عم يقول عم يشترطوا علينا سئة مسبقة واليوم السئة المسبقة بس بدنا نتفهم هذه السئة لازم يكون فيه عنوين يعني نحنا ما فيه رفض بالمطلع أنه نحنا ما بدنا نعطي السئة بس هايدي ما طلبت على ومر الحكومات أنه نحنا رح نعطي السئة إذا صحيح فيه ليوني بها الموضوع فيه ليوني إذا عرفنا على الأكيد فيه ليوني بس إذا عرفنا العناوين يعني نحنا مثلا بما يخص التتيق الجنائي بما يخص الإصلاحات لابل ذهبنا أبعد من هك بكتير يعطونا الإصلاحات اللي نحنا بدنا إياهن وتكون فيه ضمانات وقصة المشاركة كلها بالحكومة يعني يعني اليوم بالبيانة أخي أنا بدي إياه حتى إياه يعني هلأ إذا إجوا قالوا لكم بالبيانة الوزاري الشي اللي بدكم ياه واحد اتنين ثلاثة أربعة من الإصلاحات حطينيهم أكيد هذا اللي بدنا إياهن أكيد نحنا محرم مش قيانة الوزاري مع التزام يعني نحنا اليوم هل متفقين أنه شو بدنا نجي نكتب على بعضنا وراء ونكتب على وراء نحنا بدنا نكون يا دكتور اليوم للشعب بقى يقبل بعبارات وببيانات وزارية فاتفاضة ولا عن إذنك يا دكتور يا دكتور يا دكتور بقى لا بس يا دكتور عن إذنك روح جبله وضحة عن إذنك بس فيه آنون أنت اليوم حبير بالشؤون الدولية وكنت عايزة أنت اليوم البنك الدولي هو بنك أو صندوق النقل الدولي هو بنك متوحش مش رح يعطيك فرنك مش رح يعطيك فرنك إذا ما تأكد هولي وبدو أن يرجع لهم مشان هاك نحنا بدنا نتأكد القصة مش قصة بدنا إصلاحات إذا تأكدنا أنه رح يكون الإصلاحات المطلوبة وأولا تتيق الجنائي ما في مشكلة بالسئلة للحكومة كيف تتأكد؟ ما بدنا نتفهم ما بدنا ننكر يعني اليوم ما بدنا نكون لا ما يبقى حبر على ورق هذا هو يعني ما بدنا نكون بدنا يكون في اتفاق بدنا نكون في اتفاق مشان هاك كان كلامنا لسامحة السيد ومن وراء السئلة المطلقة ومن هاك دي أحد العواني العناوين المهمة أنه نحن نريد إصلاح حقيقي وأولهم بيبدأ بالتتيق الجنائي وبعد كل هيدا شو الغلط بهذا الكلام؟ يعني من حقهم أنه يحكوا بالتدقيق الكل اللبناني بدون التدقيق بدون يعرفوا شو صار بمصيرهم أصلا بالسابق وبالأيام المقبلة أشكالي منطقي نعم وهو أنا إذا كنت داخل الحكومة وعندي مطالب إصلاحية مش بالضرورة أنه أنا أقدر حققها وأنا إذا كنت برات الحكومة وداخل الحكومة كان فيه بنود إصلاحية هيدا ما بيعني بالضرورة أنه تتحقق يعني أنا عبدور بحلقة مفرغة يعني أنا اللي بالحكومة عشر سنين وخمستعشر سنة وعندي أجندة إصلاحية وأنا داخل الحكومة ما أقدر تحققها هلأ أنا عندما لا أكون في الحكومة بمجرد أني أعطى التزاما أنه أنا والله بدي حقق لك ما طالبك الإصلاحية يعني أنا الوضع غير لأنه في بنحة دولة أستاذ أسمر سادر لك من عمل اجتماع حكومة لا يبحثوا فيه لحظة يعني مطالبنا والله واجهو مشروعة لا أشعر بحكي بالمطالب نظريا هلأ عمل آنون بالطديق الجنائي بمجلس النوار طيب وينه بل يوم يا أخي أيهما له مصداقية أكتر آنون طالع عن مجلس النواب والله وعد عاطيناك ببيان الوزارة شو يعني يعني اليوم مش بالبيان الوزارة نحنا اليوم صار في اتفاق بمجلس الوزارة على التطديق الجنائي بيبلش من مصرف لبنان الخوف الكبير اللي صار بمجلس النواب وهيدا أنه اليوم بالتوازي بتعرف دكتور حبيب إذا باك تعمل التطديق الجنائي بس عن إذنك لا لا تقبلوا التطديق بالتوازي يحي اليوم بالتوازي صارت هاي دي بالآخر لا هاي لغم هاي ما هيدا اللي عامل لك ما هيدا اللغم اللي صار أنه أنا عامل لك ما عامل لك لغم وموافق أنه لغم أنت ما هك خبر اليوم إذا بك تعملوا بالتوازي مع 22 وزارة ومع السندي ومع البلديات وابني ما بيلحق ما بيلحق ياخد النتايج تبع التطديق الجنائي يعني نحن مقوصلنا بعالم آخر ما هذا هو الخوف يا دكتور حبيب أنت بالبرلمان وبتعرف أن عامل آنون إعفاء من يعني عدم البنوط ما تطالب الزباين إذا تخلفوا لست شهر أنت بتعرف أنه رغم الآنون بعد اللي هلأ المصارف بدأ وبترفع شكاوي بالنياب العامي على زباين تخلفوا عندك 73 آنون بمجلس المواب ما تنفذوا ما نحن أنت بتعرف في ناس هلأ بدهم دولار برة وإنتوا عاملين آنون دولار ما يتنفذ ما أنه خلص باللبنان ما هو مش بشكلتنا بالقوانين مش بشكلتنا وحيتك دكتور بعدم تنفيذ القوانين صارت فيهم بينكم بين القوات مش هيك ونعمل ونكتب وينو يعني نحنا تعلمنا شغلي باللبنان أنه ما عاد الشي اللي بينكتب على الورق أنا أقدر أني أفني عنه دكتور حبيب أنا أفني بسبب المقابل ما فيه دكتور ما فيه ضمانة يعني لأي موقف عم تطرحوا أي طلب فيه استحالة أنه يخدوا باتفاق الموضوع أوكي بس الوضع مختلف هلأ إذا بدي أنا أعطي يعني هيك أنه فيه البنك الدولي يمكن أو الوضع يزد تفضل تفضل مزبوط إذا فيه مجموعة للأشخاص اللي هني كتير قريبين من الحزب وبيحبوا الحزب ولكنهم يأخذون على الحزب أنه لم يعطي الساحة الداخلية اللبنانية على مستوى الإصلاح يعني كل الجهد المطلوب أنا واحد منهم يعني أنا ما بأخذها بالدارة دكتور حبيب أنا بدي أنا بوافك بهذه النقطة بس بديلك شغلة الحزب ما خصه بفشل الجهود الإصلاحية يعني مش الحزب طبع أنا بدي اللي قدر عامل معادلة ردع مع إسرائيل اللي قدر انتصر على الإرهاب بسوريا اللي عم بيشارك باليمن وعم بيشارك بالعراق اللي عم يقدر يكون بكل الساحات ما بيقدر يساعد بعملية بناء الدولة ووقف الفساد بلبنان شغلة دكتور الحزب بلبنان هو الأقوى عسكريا وجماهيريا وتأثيرا ولكنه ليس الأقوى سياسيا دكتور حبيب وإذا الحزب بده يوظف قوته العسكرية والجماهيرية بالجانب السياسي بيكون عم يخرج عن واحد من المبادئه هو الأقوى عسكريا وسياسيا ولكن ما ضده يوظف الفكرة لش مطلوب من حزب الله أن يحل محل الدولة بهول لا لا أنا اللي عم قوله طيب أوكي أنا بدي أقولك بس نحنا اليوم نحنا هالطبق اللي حكمت البلد من سنة التسعين هلأ نحنا للانهيار ترك ومات أهل السلطة سياسات الاقتصادية سياسات المالية ملفات الفساد الصفاءات السندي اللي أنت أخذ المهجرين أنا بيأخذ مجلس الجنوب دكتور حبيب أكيد هو عم بيلمح على تحالفات حزب الله لحتى ما تبقى القصة مبهمة يعني بهذا الإطار حزب الله شارك بتحرير حلب إلى جانب الجيش السوري حزب الله بتحرير حلب يستخدم القوة العسكرية شو العلاقة بين قدرة حزب الله على المشاركة بتحرير حلب كيف أنا بيقدر جير هاي القوة اللي مرتبطة بالصواريخ والقوة النارية كيف بيقدر سيلها وحولها إلى رصيد داخلي بلبنان بيقدر من خلاله أنا اضغط باتجاه تحقيق هدف سياسي دكتور حبيب ما في مقرفة يا سيد أسل أنا بدي له السيد حسن السيد حسن قال الفاسد كالعميل وأنا بصدقه بكلامه مطلق سيئة مية بالمية مش تعمل مية بالمية طيب نحنا إذا نحنا هادا أو من عامل العميل كالفاسد أو الفاسد كالعميل إذا طبقنا هايدا بنحل القصة ما بنقدر يا دكتور حبيب ما بنقدر نسكت عن الفساد اليوم أنت ما ضروري لا أنا بأكد لك بدي أكد لك ما حزب الله ما شارك بالفساد بمحل أنا من باب الأماني من باب الأماني هلأ آخر الحلقة علمت الدول أنا اللي بديك كي مش رأيي بس أنا مكلف إنه الرأي حزب الله بأماني أنت بتعرف إنه حزب الله مرة من مرات كان عبيترصد العميل عقل هاشن وما قتله كان تحت مرمى النيران ما ضربه لأنه طالع معه بالسيارة طفل طفل بيقربه قال حزب الله لا أنا ما ما هي المشكلة أنت خلق الله كتر صدقه لا يعني عقل هاشن عميل نعم ما هو المشكلته كتر صدقه ممكن حزب الله فيه فاس دي شايف المتل عمل أنا عاملك أكتر من هيك مشكلته كتر صدقه ومشكلته إنه عنده مبادئ كتير بعد وقات لو هالمبادئ بتأذي لحد هذه اللحظة ما قدرتوا تتفهم هذه المحاذير بتفهمين يعني حكى السيد نصر الله إنه الوزير بسير الأذكى أصلا من أنه يطرح هذا الطرح طبيعي ولا يمكن مش أنه طرح على نحنا ما بدنا نحنا ما بدنا الفرقة أو ما شاء أنا قلتلك إنه الرئيس بري عنده ما يكفي من الكفاءات اللي بيقدر بيحطه ما كان بس أنا كمان اليوم كمان كل ييتنا متفقين إنه بالإدارات الموجودة كلها تعيينات قديمة اليوم الوزير قد ما يكون شاطر ما بيقدر يعمل شي ما بيقدر يعمل شي أنا بأعطيكي مثال إحدى الوزارات بوزارة الداخلية صديقنا الوزير محمد فهمي من الوزراء الأصدقاء والنزهين والأوادم أدن والأوادم إذا بدك شفى فيه لأكثر درجة أدن صادق آه صادق قد ما بدك بوزارة الداخلية اليوم بوزارة الداخلية التركيبة اللي رأيك بوزارة الداخلية من عدة ما بيقدر يشتغل شيء ما بيقدر يعمل شيء حتى بإحدى الملفات اللي اللي هو مقتنع فيها أنه مش مظبوطة ما قدر غيرها يعني يعني اليوم الوزير قد ما يكون شفاف يعطينا مثل إصلاحات من قلب الإدارات أي ما شكي بدك تبلش بدك يكون حكم عمق هذا الحكم من قلب الوزير ما اليوم الإدارة محترقة الإدارة معباية الإدارة محترقة أنا رأيي هلأ إذا أنا ويلاك يعني جواب الشهير تاع وليد جنبلاط أنه إلى أين شو لازم نعمل في عنا شغلتان من هلأ للانتخابات النيابية إذا صارت الانتخابات النيابية كل طرف بيجهز حاله من أجل إعادة تظهير موازين قوى بالداخل اللبناني بس من هلأ لوقتها خلينا نشوف هاي واجع الناس مخاوف الناس اضطرابات الناس موافقة كيف نقدر لأنه لأيلك شيء كم وزير عنا بالحكومة كم نائب عنا بالبرلمان كم رئيس حكومة متعاقبة مرأ على البلد هلأ الناس عندها شيء واحد تنظر لإله هو العهد ومن هالباب العهد بمثابة أم الصبي صدقني بمثابة أم الصبي صيد یعن وphant فلازم قموا بأى طريق لاطبارات الم Riley باتصالاتكم مع دوله الرئيس يرجع بأسرع وقت ورح يلاقي منا كل التشهيلات المطلوبة بريك مشاهدينا ونعود للقسم الأخير من بديبلوماسية نسأل عن الوفد الروسي الذي زار لبنان وعن النفط الإيراني أو البنزين عودة لبديبلوماسية في هذا القسم الأخير مع دكتور حبيب فياد ونعب أسعد درغام دكتور حبيب طبعا نحكى عن النفط الإيراني أو البنزيني اللي أكدت السفارة استعدادة لقلو عبر التغريدي اللي كانت من يومين ولكن هناك من يرى في هذا استفزاز وإحراج في هذا البلد بغض النظر عن الحاجة بغض النظر عن حاجة اللبنانيين لهذا الموضوع الحاجة الماسية هل يمكن أخذنا على عاطق هذا الموضوع يعني نحن ممكن نفوت بهذه الخطوة اللي صارت ببنزولا لأنه رح تصير بنفس الطريقة من دون أي أدونات رسمية ومن دون أي دعوة رسمية من الدولة اللبنانية رح تجي البواخر نفس ما صار على الطريقة لاش عبتجزني أن الدولة اللبنانية مش هتواجه هيدا ما بعرف ما بعرف ما عندي فكرة إذا كان ممكن الكبول بعرض من هذا النوع أو ينطلب هذا النوع عاجلا أم عاجلا بدنا آخر نهار نجيب مفوت من إيران من إيران؟ ايه عاجلا أم آجلا لماذا؟ لأنه وهلأ الدعم رفع على 3900 لما فترت شهرين ثلاث آخر النهار بعد تصير تنكة البنزين مثلا 200 ألف 200 ألف أنا موظف ما عاشي مليونان بدي روح على الشغل يعني إذا بدي بالأسبوع تنكة يعني بدي بالشهر ألف و 400 مليون و 400 ألف بنزين شو بعمل؟ بجيب بنزين بالدولار فري مش مدعوم ولا بجيب من دولة صديقة عب تعرض علي أي دولة بدأ تقبل بهذا الطريق؟ أي حكومة؟ أي حكومة بدأ تقبل باللي عم تقوله؟ حكومة الدياب اللي هي عم تصرف أعمال؟ ولا حكومة الحريري أو الذي يتفق عليه الحريري بيوجه العالم العربي بيقبل بهك خلي تمنع الناس أنه تشتري نفط تمنع الناس أنه تشتري نفط نحن علينا أنه الخطوات اللي بنعملها يعني كحزب عب قول حزب الله بيفكر كالتالي أنه مصلحة الناس وحاجة الناس إلى الأولوية لا أنا ما عم بحكي من جهة حزب الله عم بحكي من جهة الدولة يعني ما بدي عود زك يعني عود ما بتصبت إلا فرد كلام السيد كان واضح أنه إذا الناس نحن قدام معادلة يا الدولة بتأمن تحت سقف إمكانيات الناس وضمن ما هو متيسر لدى الناس وأما إذا نحن جبنا بنزين ما حدا له حق أنه يعترض شو رأيك أستاذ أسعد بهذا الملف خصوصا أنه الوزير باسيل تعرض على العقوبات أصلا يعني اليوم بما يخص هذا الملف الملف كتير حساس يعني هذا بيتخطى قدرة الحكومة اللبنانية على أنه توافق على هذا العرض أو ما توافق يعني نحن اليوم إذا هذا بتعرضنا اليوم بتعلق باعتقد بالعقوبات المفروضة على إيران من إبال المجتمع الدولي أنا باعتقد إذا هذه العقوبات وكان عمين حكى أنه هذه العقوبات بمجال النفط بدأت تنشال عن الدولة الإيرانية أنا باعتقد هذا ما بيشكل أي مشكلة نحن إذا كانت مصلحتنا وحكما مصلحتنا وبتقدر نقدر نشتري النفط من المحلة الدول الصديقة اللي بتقدر بتساعدنا مثل ما العراق هلأ عم تعمل إيه شو هال مشكلة يعني إذا أجل نفط العراق موقعه خلينا نتبره وحد شرط أنه هذا ما يقدي ما يقدي إلى تضارب المصالح خاصة بالوضع اللي نحن فيه ما بنقدر نتحمل أي مشكلة مع المجتمع الدولي إذا كان قصة المجتمع الدولي محلولة وما عنا مشكلة مع المجتمع الدولي وما بتخلق لنا مشكلة مع المجتمع الدولي إيه فلتكم يعني نحن هيدا بيقدر بيأمن بأسعار أفضل بس كمان بدأ نحكي من الناحية التقنية عم ينقال كمان أنه النفط الخام نحنا معنا الإدراء الكامل لا من جهد حزب الله هو جهز ومحضر لا حريضه مستوى حريضه مخاز مخاز ما إلا علاقة بأصل الاتفاق إلا علاقة بالضمانات اللي عبي طالبوا فيها الإيرانية يعني هن اتفقوا نظريا بس إيران بتقول والله أنا بدي ضماني لحتى أصدق أنه أميركا بدي تلتزم بواحد نان ثلاثي بدي هاي النمط من الضمانات الأمريكان رافضين عبي ناقشوا الضمانات برأيك بيتوقع بما يستلد رئيسي رسميا باحتمال أوي يعني الأمريكان بدهم يعني أنه بعهد روحاني وروحاني بدهم قبل ما يفل أنه يوصلوا لتفاهم وعند تقاطع هؤل النقطين لأنه الأمريكان بيخافوا أنه إذا فل روحاني ترجع الأمور لنقطة الصفر ويجينا مطالب أكثر تشدد بالوقت اللي هني بدهم هاي يعني ما بده بايدون يعني يبين أنه سياسة ترامب تجاه إيران كانت مضبوطة لأنه جزء بالموضوع له علاقة يمكن هلأ سريعا إذا بدعاقب على هالنقطة كان فيه شوية تصعيد بالمنطقة كان بالملف اليمني بعد ما كان فيه انفراج وبسوريا بدائر السور وبالحدود السورية العراقية بيان أنه كأنه في مين عم بيصوب على المفاوضات الإيرانية الأمريكية إجوا مع بعضهم أمريكا من الوقت اللي إجا بايدون لهلأ كتير يعني يعني عشوي حيبين الموقف لأمريكي ضعيف أنه أمريكا بصعب تعتمد على ديبلوماسية بالوقت لأمريكا بعمرها عم تعمل ضغط تفاوضي عم تجيب أنه لا نحنا كمان الورق العسكرية حاضر طيب بنفس الإطار الاستثمارات الروسية أو العروض يلي موجودة هلأ والموقف الإيراني بالمساعدة هل يضغط على المجتمع الدولي المهتم بلبنان بالإسراء لتشكيل حكومة حتى ما يتموضع بمحور محدد مين بده يضغط يعني هيدا لطرح المساعدات أو الدخول على حل الأزمة اللبنانية الروسية الإيرانية بيضغط على المجتمع الدولي أنه تما يروح لبنان لمحور إيران روسية أو الشرق إذا صح التعبير بيسرع الحل يعني هني بيعرفوا أنه أنه فيه جزء من التركيب اللبنانية تعمل بوحي من تعليماتهم وإراداتهم منذ ما يكون فيه ضرورة للضغط يعني اللي هني ما بدون روسيا وإيران بلبنان ما بدون إياها سواء إجت روسيا وإيران ولا ما إيجوه بس أنه يعني المسألة ما مرتبطة بمخاوف غربية من أنه إيران وروسيا ياخدوا موقع باللبنان المسألة مرتبطة بمسار منطقي يعني أنا ابني بقدر أنه يعني يمنعوا والله ياخد منرفيقوا بالمدرسة صندويش بس وقت اللي أنا كن عب أملوا صندويش ياخدوا معه نحن رايحين يعني الوقائع على الأرض برأيي من الآن فصاعداً بده تفرض على لبنان خيارات كبرى بعمره لبنان ما كان يفكر فيها يعني هلأ اللي هو معترض على البنزين الإيراني بكرة إذا بالبلد ما فيه كهرباء وما فيه بنزين وما قادر يضوي إلا من إيران بده يضوي هلأ المعترض على الدار الروسي باللبنان بكرة إذا روسيا إجت وركبت باللبنان منشآت كهربائية وقدمت مساعدات لللبنان بده يقبل أنا برأيي أنا برأيي اليوم إذا بدنا نشوف الهجمة الروسية المنيحة باتجاه لبنان بس ما أخذت الاهتمام المطلوب الإعلامية بس أنا بديلك هيدا شي طبيعي اليوم مصالح الروسية بسوريا واليوم إعادة إعادة إعمار روسية بهيدا من أهم شيء إعادة إعمار سوريا سوريا إعادة إعمار سوريا يعني إعادة الإعمار هونيك بيتطلب أنه يكون لبنان بمرحلة وما يكون دحل مرحلة الانهيار ولا يكون في فوضى ولا شيء وهيدي بتأمنه الخاسرة هيدا اللبنانية تكون تكون محمية مشان هيك اليوم مصلحة روسية أنه تقدر تستثمر بلبنان ولبنان ما ينهار وتقدر تروح بمجال الاقتصاد والاستثمارات بالمرفق أو بالنفط وهيدا شي عامل طبيعي هلا اليوم هل بيصير في كيباش أمريكي روسي على أنه مين بده يعني هل هني بدن ياخذوا محلة دور الأمريكي أنا بيعتقد هيدا بيصير بالاتفاق لأنه أي كيباش روسيا أمريكي نحنا مندفع تمام هلا الوفد طبعا إجا بعد القمة اللي صارت بين بايدن وبوتن أنا بيعتقد وإن شاء الله بيصير بالتوافق بأنه نطرح موجود لبنان وسوريا ما منتحمل هكي باش بهك ظروف ما نحنا إذا كانت ظروفنا منيحة ما منتحمل أي صراعي تكون على أراضينا وبالتالي نتأمل أنه هيدا يكون وليدة اتفاق وتفاهم على الاستثمارات الروسية تكون بلبنان هيدا بيريح الدولة اللبنانية من جهة وخاصة بمجال البناء المرفع وإعادة أعمار المرفع وبمجال النفط والاستثمارات بكطاع النفط ومن الناحية التانية بالعادل ومن الناحية الاقتصادية بيقدر بيساعدنا بهذه المرحلة وبيساعد على أنه لبنان يكون يعني عامل مساعد بإعادة أعمار سوريا وهيكي منستفيد نحن ومنكون جسر وعبور إلى سوريا بهذه المرحلة من إعادة الأور نعم دكتور حبيب يعني بالموضوع الروسي والإيراني بس عندي تعليق صغير أنه نحن بعدنا عم نتعامل مع الوضع بلبنان مثل كأنه لو كنا قبل ثلاث سنين أو أربعة سنين مظبوط أنه في لبنان في حكومات وفي قرارات بس بكثير من الأحيان منلاقي أنه قرارات الحكومة وإيرادة الدولة وهايبة الدولة بما كان ما عبت غيب موقع بالأمور كثير صغيرة فما بالك أنت إذا كان هناك بعض الأصوات بالدولة تعارض أمور كثير مطلبية وحيوية ومرتبطة مباشرة مش بمصالح الناس بالهوى اللي عبتتنفسه الناس بوجود الناس بحياة الناس من الطبيعي أنه ساعتا نحط الأمور بين كفتاي الميزان ونشوف وين المصلحة أكتر يعني على سبيل المثال أنه إذا هلأ القوات اللبنانية والله حركة الاستقلال والله مدري شو عرفتي معترضين أنه أنا جيب بنزين من إيران قبل ثلاث سنين كان ممكن أنا أوقف عند هاي الاعتبار وقول أنه والله ما بد طالما فيه بنزين ليه بدي يجيب وهو أهير شو وهلأ وقت لأنا عبوها في 24 ساعة على صف البنزين أنه ليه ما بدي يجيب يعني هل عملية اختراق الدولة بلبنان هنه في ناس ما بدا تتموضع بهيدا المطرح في ناس ما بدا صداقة أصلا مع إيران بمكان ما عم نحرج الآخر بهيدا الحلول الآخر اللي هو مين؟ القوات اللبنانية أو غير أو كل اللي مش شكين من إيران طيب إحراج الآخر مقابل واجع الناس ووجوع الناس وهم الناس أنا شو بيختار أنا لو بدي يجيب بنزين من إيران أنا عشر سنين بجيب أنا هايين عب أعطيكي معلومات يعني عرض على حزب الله في لبنان إنه ضمن شباكات محلية يعني موتيرات بضيع شو هي الموتيرات أو شباكات صغيرة كهربائية حزب الله رفض إلي إنو هاي المسألة مش مقاونة يعني بالداخل اللبناني ما إلا صيغة قانونية تقدر إنتي تجيب منشآت كهربائية يعني منطقة مثل الضاحية حزب الله قادر بـ 48 ساعة يضوية بس ليه ما عملها قبل هلأ ما عملها لأنه بلا شي هو مضطهم إنه دولي داخل الدولة ما عملها لأنه هيدا الشي بده ما صار قانوني لا يقدر يعمل بس هلأ وقت لتكون وضع البلدك فيه اعتبارات ما بعضين في دول أخرى بتقدر إنه تساعد بشكل مباشر بس كمينا ما عم نشوف هيدا العروض الواضحة يعني إنه يعني يطرحوا مثل البنزين أو النفط الإيراني أمور أخرى أسهل شيء بالحيات إنك تنتقد هيدا أسهل شيء بس الأصعب شيء إنك تجي تقول شو البديل إنه أنت اليوم شو البديل طيب أوكي هاي كلها يتنا منقدر منقول إنه ولا هاي مش كلمة شو البديل شو البديل ما اختلفنا على النظر بفي ما أنت سيقبت إيه سيقبت من الطيار وما اختلفتوا سيقبت من الطيار وما اختلفتوا ضروري نختلف يعني اليوم حتى يعني اليوم الاختلاف بوجهات النظر كان كتير بناء وجيد بس نحنا إنه هيد هالكوة حقا إنه يكون تعترد على إنه يجيب النفط من هون كذا طيب هاي دي ما أسهل شيء طيب قدموا لنا البديل بنجي بنقول ما بدنا نمول البطاقة التمويلية من هون طيب البديل على الأكيد بسلمين كلياتنا بدنا إنارة وبدنا بنزين وبدنا نفط وبدنا كهرباء وبدنا بطاقة تمويلية طيب أوكي إذا نحنا كلياتنا متفقين طيب إذا أنتوا مش موفقين بها الطريقة شو البديل قلونا ما اليوم ما فينا نجي ننتقد لأنه بدنا ننتقد من دوم ما يكون في عنا مشروع بيحل هاي دي المشكلة المشكلة معروفة أنه نحنا ولكن الأهم هو نحنا استنباط الحلول لهالمشاكل الموجودة نعم أنا بعد معي دقيقة واحدة بس يمكن هيدا السؤال بده أكتر بكتير بس دكتور حبيب المشكلة الناس أنه وقت اللي منقول أنه هلأ هن جاعوا والزل وهذه الأمور ولكن يعني إذا بدي أحكي عن البنزيل تحديدا ما هي كلها كرتلات من السلطة يعني نحنا عم نشكل السلطة من السلطة وهي دي المفاهيم يعني إذا بدي أحكي شوية مفاهيم فلسفية حتى تكتور بالفلسفة زهنية الناس ما عم تتغير أبدا الشكوى حتى طريقة الشكوى هن بيعرفوا مين اللي عامل فيهم هاك ومين اللي خلينا نقول حاكمهم نسيطر عليهم عقلية اللبناني إذا ما تغير ما في تغيير يعني نوقف مع الشعب بس الشعب ما مساعد حاليا أهل سؤال تركتيلا الآن صح أهل سؤال وهذا بده أكتر رديا الوضع مش هك يعني يعني نحنا هلأ اللي عم بيصير أنه في تغيرات فردية كاسحة بس هاي التغيرات الفردية ما عم بتتمظهر ضمن صورة جماعية يعني أنت برأيك اللي بيوقف 12 ساعة محطة بنزين وهاي المسألة تكررت جمعة جمعتين ثلاثة أنت برأيك هيدا اللي أمه مريضة سرطانه أو ابنه بعيد من هون ومع بيلاقي له دواء أنت برأيك هيدا الإنسان اللي ما عاشه مليون ونص ليرة مليونين ليرة وعنده خمس أولاد وبيته بالأجار هاي ما عم بيحكيك عن حالات الفقر عم بيحكيك عن الحالات اللي هي كانت عادية بالمجتمع اللبناني أنت برأيك من الناحية النفسية هيدا الشخص هل ما زال يقارب الأمور اللي إلي علاقة بالتركيبة السياسية متماعية بس هاي بحاجة أو بانتظار لحظة تاريخية معينة حتى هيدا المشهد ينعمل له تظهير بشكل جميع شكرا لك عدو تكتل لبنان القوي شكرا لك لوجودك معنا في هذه الحلقة شكرا دكتور حبيب فياض لوجودك معنا وللمشاهدين الذين تابعونا بديبلوماسية الأسبوع المقبل نبقى الآن مع أخبار المساء شكرا لك